السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسعدنا في قناة كراءات وحكايات تقديم العدد الثالث والخمسون بعد المائة من سلسية رواية رجل المستحيل الأحراش حرب طاحنة للقضاء على أدهم وفرق مخابراته العربية في أرض العراق وقتال آخر يدور في بوكاتا وصراع بين ميستر إكس والزعيمة الغامضة وكل شيء يوحي بأن العالم كله قد تحول الأحراش وحشية استمع للتفاصيل المثيرة وقاتل بعقلك وكيانك مع الرجل رجل المستحيل ارتسم انفعال عجيب على وجه الجنرال إيكون مسؤول الأمن الأمريكي في العراق وهو يتابع على شاشة خاصة في مكتبه المؤمن تلك الحملة العسكرية الوحشية التي يشنها رجاله على تلك البقعة في مدينة الفلوجة حيث يختبئ أدهم صبري مع فريقه المكون من ثلاثة من أقوى وأبرع رجال المخابرات العربية الذين نظروا أنفسهم لمقاومة الإحتلال الغاشم لشقيقة عربية كان يتابع الموقف وذهنه يستعد كل الأحداث الماضية التي دفعته إلى القيام بهذا العمل الرهيب فبعد اختفاء أدهم ورفاقه في جزيرة الزعيمة الغامضة إثر الانفجار الرهيب الذي صحقها صحقا تصور القل أنها نهاية نهاية رجل المستحيل ولكن فجأة ظهر ذلك الغامض هناك في أرض العراق لا أحد يدري متى أو كيف جاء ولكنه ظهر هناك ظهر ليوجه ضربات عنيفة قاسية لقوات الاحتلال الأمريكي في كل مكان من أرض العراق دربات قوية متقنة زي تطابع خاص يحمل توقيعه توقيع أدهم صبري وهكذا أدرك القل أنها لم تكن النهاية وأن الأسد قد عاد ولأن الأمر أخطر من أن يتم تجاوزه أرسل الإسرائيليون أقوى رجال مخابراتهم إيتان كوهين مع فريقه الخاص لتحقيق هدفين شديد الأهمية أولهما القضاء على أدهم صبري ثانيهما احتلال قطعة من الأرض تصبح نواه لاستعمار إسرائيلي جديد وكان على أدهم وفريقه أن يقاوم الهدفين وبمنتهى القوة ولكن الجنرال إيكون أصابه جنون الانتقام وبدأ يقيم المذابح على أرض العراق ويريق الدم العربي أنهارا في الوقت ذاته ظهرت الصينية الحسنائتية لتتفاوض مع مستر إكس الزعيم الرهيب لأقوى منظمات الجاسوسية الخاصة في سبيل تسليمه أربعة من الأسرة الذين تصور القل أنهم قد لقوا مصرعهم من قبل ارفق أدهم منا وقدري وشريف ورهام ولكنها أخبرته أنهم هناك في أحراش كولومبيا تحت حراسة إمبراطور المخدرات هناك بولو لمس وهنا بدأت الأمور تتعقد على نحو كبير الأمريكيون شنوا حمل عسكرية على لماس بأوامر من مستر إكس ولماس قرر قتل الأسرة والمخابرات المصرية أدركت أن أدهم على قيد الحياة وأجرت اتصالا حيويا غير مباشر معه والزعيم الغامضة عادت للظهور في روسيا والجنرال إيكون بدأ مسبحة جديدة مسبحة للقضاء على أدهم وفريق مخابراتي الصغير مسبحة رهيبة إلى أقصى حد وفي تلك اللحظات وبينما يتابع مسبحته كان إيكون يحمل في أعماقه كل غضب ومكت وقراهيت الدنيا تجاه شخص واحد أدهم صبري وفي سبيل القضاء عليه كان قد حشد قوة هائلة لمهاجمة حي واحد عشر دبابات خمس طائرات هليكوبتر أباتشي مزودة بالصواريخ مأت مقاتل قذفات لهب وصواريخ وأطنان من الزخيرة كان يدرك جيدا أنه لن يظفر بالأسود الأربعة إلا لو أفنى الحي كله بل المنطقة بأكملها ودون ذرة من الإنسانية أو الرحمة أو العقل وعندما بدأ الهجوم تألقت عيناه في ظفر وشماتة ووحشية عشرات الصواريخ انهالت على ذلك الحي العراقي البسيط ودفقات من نيران كوذفات اللهب وأمطار من الرصاصات وقد طوق أحاطت القوات الأمريكية بالحي وراحت تتقدم في دائرة محكمة بحيث لا تترك فيها بينها صار واحدة تكفي لفرر بعوضة وكانت تتحارك كلها بأوامر واضحة محدودة القضاء على كل الأحياء دون السسناء ودون رحمة وتساعدت صرخات النساء والأطفال ودافع رجال عن حياتهم باستماتة وظهر رجال مقاوم بين الصفوف وقاتلوا وقتلوا ومن بعيد راكب رجل المخابرات الإسرائيلي إيتان ما يحدث عبر منظاره المقرب وهو يقول لمعاونه الأول في ارتياح فعلها إيكون غمغم معاونه نحن دفعناه لفعلها ابتسم إيتان في خبس وهو يخفض المنظار عن عينه قائلا هذا هو الأسلوب الأمثل يا رجل لماذا تجازف بالمواجهة مادم تستطيع دفع غيرك إليها غمغم معاونه بالضبط عاد إيتان يبتسم في خبس وهو يرفع المنظر مرة أخرى إلى عينه قائلا ما يفعله إيكون الآن سيحاقق أحد هدفين نطمح إليهما وربما كليهما في آن واحد فإما أن يقضي على غريمان الأول أدهم صبري وفريقه المخابرتي المحدود أو يقضي على مستقبلي هو بعد أن ننشر تفاصيل هذه المذبحة مع ما يلتقطه فريقنا من صورها أو رباه قطع عبارة بغتة ليهتف بالكلمة فسأله معاونه في توطر بالر ماذا هناك يا أدن كوهين نواله إيتان من ظاره هو يقول في عصبية انظر بنفسك فما رصدته عين رجل المخابرات الإسرائيلي في تلك اللحظات كان مزهلا بكل المقاييس فبينما تضيق دائرة القتال الوحشي نحو عرين الأسود فوجئ الكل بغتة برجلين يندفعان من أسفل إلى أعلى بواسطة من جانيك بدائي ليطير جسدهما عبر النيران والدخان ويتعلق كل منهما بواحدة من طائرات الهيليكوبتر الأباتشي التي تهاجم الحي بصواريخها كان مشهدا مزهلا لم يرى رجال أو حتى يتصور مثلا له قط وبخاصة عندما نجح رجلان في دخول الطائرتين في الهواء بسرعة ومهارة بلغت الوصف وعلى الرغم أن كل هيليكوبتر منهما كانت تضم ثلاثة من الطيارين الأمريكيين إلا أنه بعد دقيقة واحدة كان كل من الرجلين يسيطر على الهيليكوبتر التي اقتحمها تماما ثم بدأ هجوم عكسي كل رجل منهما قاد الهيليكوبتر التي سيطر عليها لمواجهة الطائرات الثلاثة الأخرى التي أدرك طياروها متأخرا طبيعة الخطر الذي يواجههم وفي سماء المعركة تقاتل أسدان مع ثلاثة من الزئاب بمنتهى القوة والبراعة والبسالة والعنف وفي الوقت ذاته ومع انشغال الجنود الأمريكيين بما يدور فوق رؤوسهم في سماء المعركة مما لم يتوقعوه قد اندفع أسد ثالث في زي الجنود الأمريكيين يخترق صفوفهم وزوب بينهم وتفجر جنزير دبابة وثانية وثالثة ثم سادت الفوضى بين الصفوف مع سقوط طائرتي هليكوبتر انفجرت فور ملمستهما للأرض وأدرك الأمريكيون أنهم يقاتلون أسودا أسودا حقيقية قوية زكية جريئة وعربية ولأنهم يجهلون هوية خصمهم الذي يرتدي نفس أزيائهم القتالية دب في صفوفهم اضطراب عنيف وهلع لا محدود وراحت رصاصاتهم تنطلق في كل الاتجاهات وتصيب من رفاقهم أكثر مما تصيب من العراقيين أضف إلى هذا سكوت الأباتش الثالثة وتحرق الطائرتين التي سيطر عليهم أسد المخابرات العربية لقصف قواتهم بدلا من ذلك الحي العراقي وبكل انفعال الدنيا ضغط إيتان درج هذا الاتصال اللاسلك المحدود الذي يحمله وهو يهتف برجاله هل صورتم كل هذا؟ أجابه أحدهم في انفعال كل لمحة منه أيها القائم هتف إيتان عظيم ثم التفت إلى معاونه مساطدا بكل انفعاله احرص على أن يصل هذا الفيلم إلى واشنطن بأسرع وسيلة ممكنة هتف معاونه في حماس بالتأكيد وهنا لها ثائتان من فرط الانفعال وهو يقول بهذا وقع إيكون شهدت وفاته وفي نفس اللحظة التي نطق فيها عبارته كان الجنرال إيكون يستشهد غضبا في حجرته وهو يتابع الموقف على شاشة راصدة هاتفا وهو يلوح بقبضته في الهواء الأغبياء لقد سمحوا لهم بإرباكيهم ثلاثة رجال فحاسب أشعوا الاضطراب في قواتي كلها يا للعار يا للعا بترى عبارته بغتة وانعقد حاجباه الكثان في شدة وهو يهتف مهلا هؤلاء ثلاثة رجال فحاسب أين الرابع؟ هنا انبعث الجواب من خلفه مباشرة فانتفض جسديه في عنف واصدر بكيان مرتجف يحدك مظعورا في أدهم الذي جلس في ركن مكتبه بهيئته العادية دون أي تنقل وهو يمسك مدفعه الآلية أمام وجهه ويستند إليه في هدوء بدى مخيفا للغاية في تلك اللحظة حتى أن صوت إيكون حمل رعبا بلا حدود وهو يتساءل ويده تتسلل الرسول إلى زر الإنذار المخفي في إطار مكتبه كيف كيف دخلت لهنا؟ أجابه أدهم بهدوءه الرهيب أهذا كل ما يشغلك الآن؟ اتسعت عين إيكون عن آخرهما وتجمدت يدي في طريقها إلى زر الإنذار وهو يحضر في عين أدهم اللتين حملت قدرا هائلا من الغضب والصرامة على الرغم من الهدوء الرهيب في ملامحه وصوته وهو يتابع لماذا تفعل هذا؟ ردد إيكون بصوت ارتجف كل حرف من حروفه أفعل ماذا؟ أرتفع حاجب أدهم وهو يرفع حاجبيه قائلا في غضب تفعل ماذا؟ أتسألني تفعل ماذا؟ ألا تدرك حقا ما تفعله؟ ألم تتزوق طعم الدم العربية الذي أرقته أنهارا؟ ألم ترودك الكوابيس ليلة واحدة؟ لما أزهقت من دماء النساء والأطفال والشيوخ؟ ألم ينتبك الندم لحظة واحدة على ما اقترفته من أثام؟ انتفض جسد إيكون وهو يقول في عصبية إنني أوادي واجبي هبأ أدهم وقفا بحركة حادة وحمل مدفعه الألي معه وهو يهتف بكل الغضب أي واجب؟ إنك محتل غاصب أجنبي جاء من بلاده ليعتدي على أرضنا ويريق دمائنا سرخ إيكون؟ أنتم أيضا أرقتم دمائنا وكنتم البديئين بالعدوان إننا ندافع عن كياننا وحرياتنا وحقنا في الحياة صح أدهم؟ وماذا عن حقنا نحن؟ امتقع وجه إيكون الذي بلغت سبابته زر الإنذار وهو يقول سال قومك عنه إنهم ينتهكون حقوق بعضهم منذ زمن طويل حتى الآن لا يمكنك أن تدعي أنهم متحدون أو أنهم جميعا على حق الإرهابيين الذين تصفونهم بالمقامة ليسوا فرقة واحدة وليسوا مقاتلين شرفاء ألم يريقوا أيضا الدم العربي بقنابلهم العشوائية التي تقتل من العراقيين أكثر مما تقتل منا؟ ألم ينتقلوا بتفجيراتهم إلى المدنيين والأبرياء في أوروبا وأسيا وحتى عندكم في مصر؟ ألم يختطفوا سفيركم؟ قاطعوا وأدهم بمنتهى الصرام والغضب كفا ضغط إيكون زر الإنذار وهو يرتجف قائلا لم تحتمل سماع خطاياكم ردد أدهم في مقت خطايانة وماذا عن خطايائك؟ تعال وقع أقدام طاقم أمن القيادة وهم يعدون نحو حجرة جنرالهم استجابة للإنذار ولكن أدهم لم يبدأ أدنى اهتمام بهذا وهو يصوف فوات مدفعه الألي إلى إيكون قائلا بكل صرامته مر رجالك بإيقاف المذبحة فورا هزا يكون رأسه والعرق الغزير يغمر وجهه قائلا لن يستجيب لي حتى ولو استخدمت كل الأكواد السرية لدينا فهذه أوامري لهم جذب أدهم مش تمدفعه في حزم فلوح الجنرال الأمريكي بزراعيه ارتياعا وهو يهتف وقع الأقدام يقترب من الباب كنت أخشى ما فعلته الآن أو ما يمكن أن تفعله بقدرتك المذهلة على تقليد الأصوات فأمرتهم بعدم التراجع إلا بعد تنفيذ المهمة حتى طاقم الأمن بالخارج سيقتحم الحجرة حتى ولو أمرته بالتراجع سوب أدهم مدفعه إلي فصرخ مستطردا إنها ضمانات أمن أطلت صرامة رهيبة من عين أدهم الذي لم يعلق بحرف واحد فصرخ أكم بكل الرعب إنك لن تقتلني ملفك يقول إنك لا تقتل أبدا أجبه أدهم بصوت أكثر قصاوة من الجريد إلا بالحق سمع أفراد طاقم الأمن دوية رصاصات بالداخل فأطلقوا نيران مدافعهم على رتاج الباب واقتحموا حجرة الجنرال بمنتهى العنف ليجدوه أمامهم جثة هامدة جوحزة العينين في رعب وألم أما أدهم فقد اختفى من المكان تماما لم تشهد العراق كلها معركة حامية الواطيس كتلك التي شهدها ذلك الحي المنكوب فرجال المخابرات العربية الثلاثة راحوا يقاتلون كالأسود بما استولى عليهم من أسلحة العدو وانضم إليهم عشرة من رجال المقاومة الذين بدوا أحرص على الموت منهم على الحياة وعلى الرغم من دوية رصاصات وكرقعة النيران وإقاع الانفجارات تعال من الحناج العربية هتافا إن خلعت له قلوب أعدائهم الله أكبر صيحة واحدة رددتها الحلوق العربية مجتمعة فخرجت قوية هادرة تصنع حاجزا أمام القنابل والرصاصات وألسنة اللهب وعلى الرغم من أن الأمريكيين لم يفهموا ما تعنيه إلا أنها وجدت صدف عقولهم وارتجفت لها قلوبهم وبدأوا في التراجع والانسحاب كان يزهلهم ويفزعهم أن دباباتهم تحصد واحدا من رجال المقاومة فيبرز بدلا منه خمسة وتحصد الخمسة فيأتي مئة وفي ظاهرة فريدة لم تحدث إلا في حرب السادس من أكتوبر عام سلاسة وسبعين استدارت الدبابة فر من أمام مقاتل عربي ثم فجأة ظهرت تلك الهيليكوبتر في سماء المعركة هيليكوبتر قوية تحمل شعار القيادة الأمريكية ويطل منها إيكون بنفسه صائحا عبر مكبر صوتي قوي أو كفر قتال أعلم أن أوامري تمنعكم من هذا ولهذا أتيت بنفسي لقد تلقينا أوامر من واشنطن بإيقاف القتال فورا هذا أمر لم يكن الجنود المزعورون يحتاجون لأكثر من هذا ليبدأوا انسحابهم فورا والمدهش أن طائرتين الهيليكوبتر الأباتشي اللتين استولى عليهم أكرم ووجيه كانت أول منسحبين مما أثار انتباه إيتان الذي يراقب المشهد من بعيد فغمغم في انفعال إنه هو تسأل معاونه في توطر من؟ خفض إيتان من ظاره وهو يقول بنفس الانفعال أدهم صبري لقد فعلها كما توقعنا قالها ثم انتزع جهاز لاسلك من جيبه وهو يضغط ذره مضيفا عبره نفذ الخطة به فورا مع قوله برض أحد رجاله من موقع قريب من ساعة المعركة وهو يحمل مدفعا صاروخيا على كتفه سوابه في أحكام إلى الهيليكوبتر التي يطل منها أدهم في هيئة إيقون في حين قال المعاون لإيتان في توطر وماذا لو أنه الجنرال إيقون الحقيقي؟ مطأ إيتان شفتيه قائلا لن أخسر كثيرا ثم ضغط زر الاتصال هاتفا الآن ومع هتافي ضغط الرجل الزناد المدفع الصاروخي وانطلقت قذيفته وانفجرت الهيليكوبتر في سماء المعركة بمنتهى العنف رجل المخابرات نعم إنها على قيد الحياة تمتمت الصينية الحسناء تي بالعبارة في تهالك شديد وهي تفتح جفنيها بالكاد داخل تلك الحجرة الصغيرة التي لا تحوي سوى مقعد معدني وشاشة اتصال كبيرة فقال مستر إكس في قصوة وأين هي الآن؟ هزت تي رأسها في صعوبة متمتمة لست أدري تراجع في مقعدي بمنتهى البطء وهو يقول تعلمين أنك ستبقين هنا دون طعام أو شراب حتى أحصل على أجوبة تمتمت وهي تحاول الاسترخام من فرط التعب اقتلني ألف مرة ولن تحصل إلا على ما أعرفه قال بمنتهى القصوة أنت تعلمين أين هي؟ سمتت تي طويلا هذه المرة حتى خيل إليه أنها فقدت وعيها فاعتدل في مقعده في قلق واضح إلا أنها قالت في خفوت لو أنك تعرفها جيدا لأدركت أنه لا أحد يمكن أن يعلم أين هي ولا أحمل الذي تفعله بالضبط عبارتها أثارت في أعماقه توطرا شديدا وجعلته يسترجع ذكر بغيضة في مواجهتي الأولى مع تلك الزعيمة الغامضة فقال في عصبية أريد أجوبة وإلا استوقفته تي وهي تعتدل فجأة قائلة أنت تصر إذن خيل إليه أنها تعلن استسلامها فاعتدل قائلا في حزم بكل تأكيد نهضت بنشاط مفاجئ وهي تقول في توطر إذن فلم يعد هناك خيار ثالث إما أن أخبرك أين الزعيمة أو أموت قال بمنتهى القصوة بالضبط حملت ملامحها مقتا واضحا وهي تغمغم فلتختصر العذاب إذن مع نهاية عبارتها إنحنت بحرقة مباغتة وبدت كما لو أنها قد احتضنت المقعد المعدني بكل قوتها ثم تخلت عنه دفع واحدة ثم نهضت ورفعت يديها أمامها وسالت دم من جرحين قاطعين حدين في معصميهما وهي تقول في لهجة شامتة كنت واثقة من وجود أجزاء حد كانت الدماء تتناثر من الجرحين القنافورتين حمروين وجهها يزدلت شحوبا على الرغم من ابتسامتها وهي تضيف أظنك بهذا قد خسرت ثم أطلقت ضحكة ساخرة مرحقة قبل أن تسقط على وجهها فأسرع مستر إكس يتغذر إلى جواره وهو يهدف فريق إسعاف بسرعة لم يكن واثقا من إمكانية إسعافيها بعد كل ما بذلته من جهة في الأيام السابقة ولكنه كان يحتاج إلى تلك الأجوبة بشدة بمنتهى الشدة ففي مرحلة كهذه يصبح من الخطر أن تتحرك تلك الزعيمة دون أن يعرف أحد مصاريها أو هدفيها من كل الخطر انتقع وجه مستشارة الأمن القومية الأمريكية وهي تحضق في وجه مدير المخابرات المركزية قائلة فرتيع فقدنا قواتنا في أحراش كولومبيا أنت وصك يا رجل أو مدير المخابرات الأمريكي برأسه إيجابا وقال في حنك بولو لماس أبلغنا هذا بنفسه وأرسل شريط فيديو إلى سفارتنا في بوغوتا أصار زعر سفيرنا هناك فأرسله إلينا بطائرة خاصة سألته في عصبية أي شريط هذا صمتها لحظة ثم أجاب في توطر الأفضل أنتاري بنفسك قالها وضغط درج هذا الفيديو إلى جواره وتعلق بصريها بشاشة التلفاز الكبير الذي ظهرت عليها صورة مجموعة من الجنود الأمريكيين هم كل من تبقى من أفراد الحمل العسكرية على معسكر لماس في أحراش كولومبيا ثم ظهر أمامهم لماس نفسه بجسديه الضخم القوي وهو يحمل مدفعا آليا كبيرا ويحتضن لوتشيا التي بدت جازلة على نحو مبالغ وصديقها يقول بإنجليزية ركيكة أرسلتم قواتكم لمواجهتي يهلكم من أغبياء لا أحد يمكنه أن يصمد أمام قواتي وبخاصة عندما تدور المعركة في أرض لقد حصدنا معظم رجالكم وصحقناهم بلا رحمة وهؤلاء من تبقى منهم أبغمت مستشارة الأمن القومي في عصبية لقد أثر جنودنا قال مدير المخابرات في خفوت كلا لم يفعل أشارت إلى الشاشة قائلة ولكن هذا قطعها في صرام متوترة تابعي عادت تدير عينيه إلى الشاشة ولماس يكمل بلهجته الغليزة القاسية وأمريكيته ركيكة كنت تتمنى لاحتفاظ بهم أو إرسالهم إليكم في طرد عني ولكن المشكلة نتماسيح جائعة والغذاء ليس متوفرا بقصرة هنا مع قوله انقض رجالي على الجنود الأمريكيين وقيدوا معاصمهم خلف ظهورهم في إحكام ثم كمموا أفواههم وألقوهم أرضا في مشهد رهيب انحبست له أنفاس مستشارة الأمن القومي حتى إن صوتها خرج مرتجفا ممتقعا وهي تتساءل مزعورة ماذا يفعلون بهم؟ أجابها مدير المخابرات في عصبية انتظري وسطرين عادت بكل رعبها إلى الشاشة التي دارت عليها الكاميرا التي تسجل الحدث لتنقل صورة بحيرة كبيرة تسبح فيها تمسيح ضخمة ولماس يشير إليها بابتسامة وحشية قائلا هل ترون؟ تمسيح أيضا ترسل إليكم التحية وتستعد إلى وجبة الصباح وبإشارة صارمة في يده حمل أثنان من رجال أحد الجنود المقيدين والمكممين إلى البحيرة وألقوا فيها وفي سرع وشراها انقضت عليه التماسيح وكان المشهد رهيبا بشعا إلى أقصى حد ولم تحتمل مستشارة الأمن القومي المشهد لم تحتمله وهي تاسب إلى جهاز الفيديو وتضغط زر إغلاقه وهي ترتجف هاتفة في ارتيع يا للبشاعة يا للبشاعة عد مدير المخابرات شافتي قائلا في مرارة إنه يلقنا درسا ثم انفجر فجأة مستطردا لقد عرضت هذا منذ البداية عرضت القيام بعملية عسكرية سريعة وغير مسؤولة استعادت سرامتها الشرسة وهي تقول في حدة أصمت ثم شدت قامتها مستطردة في عصبية إننا لم نكن نملك خيارا وأنت تعرف هذا جيدا لوح بيدي قائلا في غضب وكيف سنبرر هذا لأسر أولئك الجنود المساكين كيف سنخبرهم أننا قد أرسلناهم إلى أحرش كولومبيا دون ضرورة ملحة فلقحت فيهم برصاصات تجار ومهارب المخدرات أو بأنياب تماسيح جائعة حاولت أن تبدو باردة متماسكة وهي تكون ليست هناك ضرورة أن تفعل هاتف بها أمرك هذا لا يمكن أن يمضي بلا تفسير قالت في عصبية لقد وضعنا التفسير قبل حتى أن يذهبوا حدق فيها متسائلا فتابعت بنفس العصبية لو راجعت ملف العملية في وزارة الدفاع فستجد أن الأوراق الرسمية كلها تشير لأن أولئك الجنود سفروا في مهمة خاصة للقضاء الإرهابيين في العراق وليس في كولومبيا بهتالي قوليها وغمغم هل زيفتم الأوراق الرسمية؟ قالت بمنتهى العصبية إننا نحمي أنفسنا تراجع في مقعاده ويتطلع إليها بنظرة حاول أن يخفي ما تحويه من الزراء إلا أنها لمحت مشاعر في عينيه فقلت في السرامة غاضبة الرئيس أمرك بالبحث عن مستر إكس فما الذي توصلت إليه في هذا الشأن؟ قال وهو ينهض من خلف مكتبه إننا نبذلك صار جهدنا قالت في حدة من الواضح أن هذا لا يكفي رمكها بنظرة أخرى لم ترق لها ثم أظهر عينيه يطلع عبر النافزة على نحو استفزها فقرت في حدة لم أسمع جوابك صمت لحظة وهو يوليها ظهري قبل أن يقول هل تعلمين؟ إننا يتمنى أحيانا لو أنه لدينا شخص مثله تسألت في حضر مثل من؟ استدار إليها مجيبا في حزن أدهم صبري وانحبست أنفاسها دون أن تنطق حرفا واحدا على الإطلاق بدى رجل المخابرات الأردني وجيه الهاشمي شاحبا متوترا وهو يدلف إلى المخبأ الاحتياطي للمجموعة كائلا لم نعصر له على أدنى أثر حتى بين أشلاء الضحايا تبادل السوري أكرم كيلاني والمغربي محمد بن علي نظر صامت متوترا قبل أن يقول الأول أين ذهب إذن؟ لقد رأيناه جميعا ينتحل هيئة ذلك الوغد إيكون في هليكوبتر القيادة التي تم نسفيها من مصدر مجهول هز المغربي رأسه وهو يقول في عصبية أخشاءا قاطعوا السوري في حدة إياك أن تنطقها أجبه المغربي في غضب ألاديك تفسير آخر؟ متى السوري شفتيه وكان ما لا يركله هذا وأشحب واجهه في توطر فقال الأردني في حزم هل سنضيع الوقت في صراعات داخلية تنسينا هدفنا الرئيسي؟ سمت لإثنان بتلحظات قبل أن يقول السوري سنعد خطة منظمة للبحث عنه عبر ثلاثة محاول رئيسية ولا دعي لهذا قاطعه صوت حازم قوي التفت إليه ثلاثة في لهفة ليهتف المغربية في انتعاش وفرحة الأستاذ اندفع الثلاثة نحو أدام في حماس يهنؤونه بالنجاة وسأله السوري مبهورا ولكن كيف فعلتها؟ كيف نجوت من انفجار الهليكوبتر؟ بدأ أدهم هادئا بسيطا وهو يضع مدفعه الآلية جانبا ويتجه نحو حجرته الخاصة قائلا لقد وثبت منها في الوقت المناسب هتف ثلاثتهم مبهورين في دهشة؟ هو ثبت منها؟ ثم أضاف أكرم مجدوها؟ بهذه البساطة؟ أجبه أدهم بنفس الهدوء وكان ما يتحدث عن أمر بسيط لقد لمحت الصاروخ ينطلق نحو الهليكوبتر وكانت قريبة من أسطح المنازل فتوريت بدخان نيران المعركة هو ثبت الأقرب سطح ودوى الانفجار خلفي وأنا أنبطح أرضا استوقفوا ذلك الإنبهار المحفور على وجوههم والمطل من عيونهم فرع قد حجباه وهو يقول كل منكم كان بإمكان أن يفعل ما فعلت في ظروف مماثلة تبادلوا نظرة صامتة ثم قال المغربي مبتسما ربما ولكن ليس حتما بهذه البساطة قال أدم في حزن لا يمكنك أن تعرف إلا عندما تختبر بنفسك ثم شد قامته وهو يضيف والآن اسمعوني جيدا فهناك أمور ينبغي حسمها قبل أن أرحل صدمتهم كلمته الأخيرة فهتفوا جميعا في انزعاج ترحل استوقفهم بإشارة حاسمة من يده قبل أن يتحارك في المكان متابعا في لهجة حاسمة عندما أتيت إلى هنا بعد نجاتي من انفجار جزيرة الزعيمة كنت أسعى للانضمام إلى شبكة مقاومة باسلة نظرت نفسها لكتال محتل غاصب غاشم غلبته غطرصت قوته فاستبح أعراضنا وأرضنا وأراك دمائنا ولكن الأمور هنا لم تعد كما أتمناها الفوضى سادت كل شيء والأمر انقلب من مقاومة شرعية إلى السباق وحشي لإثارة الرابع في نفس الجميع مواطنين ومحتلين الأمور خرجت عن نطاقها والمقاومة اخترقتها فئات أخرى تسعى لتصفيد حسابات شخصية أو إلى انتقام أعمى غير ما دروس يسيء إلى الجميع غامهم السوري؟ لهذا يحتاج الأمر إلى قائد توقف أدهم وحمل صوتي كل الأسى والمرارة في أعماقه وهو يقول هذا لا يناسبني عد شفتيه مع نهاية عبارته على نحو يحب أنه يعاني عذابا شديدا قبل أن يضيف ثم إن لدي أسبابا تحتم رحيل بسرعة تساءل الأردني في حذر هل يمكننا أن نعرفها؟ سمت أدهم لحظات ثم أجاب في حزم مخابراتي وصلتها معلومات خطيرة تشير لأن رفاقي لم يلقم أسرعهم في تلك الجزيرة الشيطانية اتسعت عيون ثلاثة في شدة فتبع في التوتر لم يشأكت ماني وأنهم ربما كانوا أسرى هناك في أحراش كولومبيا ران على المكان صمت ماهي بإسرع عبارته الأخيرة ثم لم يلبس السوري أنقطعه وهو يكل في حزم سنذهب جميعا معك رفع رأسي في حزم قوي قائلا كلا إنها مهمتي وحدي كان من الواضح أنه قد اتخذ قرارا حاسما في هذا الشأن لذا لم يحاول أحده مناقشته إلا أن المغربي قال فليكن اذهب أنت لأداء مهمتك أيها الأستاذ وسنتولى نحن الأمور هنا متساءل السوري ولكن كيف ستغادر العراق وكل محتل هنا يبحث عنك ويحفظ صورتك عن ظهر قلب سمت أدهم لحظة أخرى ثم أجاب في حزم لا تقلق نفسك بهذا ابتسم أكرم قائلا لا استقلقا لقد غلبان الفضل في حزم إنعقد حاجب المعاون وهو يتطلع إلى منطقة أحراش كولومبيا على الخريطة قبل أن يتساءل حتى لو كان هذا هو هدفه فلابد له من المرور بنا أولا قال المدير في حزم ليس نون واحد ثم التفت إلى معاونه مضيفا وابتسام باهد التراقص على شفتيه ربما كان هذا مخالفا لكل القواعد ولكنها السما للمويزة الرجلنا إنه لا يتخلى عن رفاقه قط ثم إن أولئك الذين سيقطع نصف الأرض لإنقاذهم ليسوا مجرد رفاق إنها زميلته وحبيباته مونة وصديق عمره قدري وتلميزيه شريف ورهام وهو لن يضيع لحظة واحدة في سبيل استعي لإستعادتهم وخاصة بعد أن تباين له أنهم ما زالوا على قيد الحياة صمت المعاون لحظة قبل أن يتساءل في حزر أهم كذلك بالفعل يا سيدي؟ التفت إليه المدير متسائلا ماذا تعني؟ أشعر المعاون بيده قائلا أعني أننا قد استقينا معلوماتنا من عصابات الشوارع الكولومبية في أمريكا وبعد عيوننا في النظام الأمريكي ولكننا لم نحصل على تأكيد بصري قط وهذا يضعنا أما محتمل أن يكون كل ما لدينا مجرد شائعات أشعر المدير بسببته وهو يقول في حزم مصادرنا في واشنطن رافعة المستوى ولا يستهان بها ثم إن التأكيد جاءنا من مصدرين مختلفين لست أعترض على هذا يا سيدي ولكن كل معلوماتنا تقول باحتمال بقاء فريقنا على قيد الحياة ولكن تحت حراسة بول اللمس إمبراطور المخدرات الذي يساتر على منطقة حصينة من أحراش كولومبيا ووفقا للمشاهدين حول المنطقة هدارت هناك معركة عنيفة منذ يوم أو بعض يوم ومن المحتمل أن قاطعه المدير في حزم كل شيء محتمل في مثل هذه الظروف وعاد يرفع عينيه إلى الخريطة مكاررا في توطر كل شيء وكان هذا نهاية المناقشة بديل الجنرال إكون وصل إلى مكتبه نتقى أحد رجال إيتان كوهين العبارة في اهتمام ملحوظ جعل هذا الأخير يرفع عينيه إليه قائلا بهذه السرعة أشار الرجل بيده وهو يجيب لقد وصل بطائرة خاصة منذ نصف الساعة فحسب واتجه ببشرة إلى مكتبه وهو يراجع كل الأوراق منذ ذلك الوقت ويقولون أنه يستعد لإجراء تحقيق ضخم حول مصرع إكون متى إيتان شفتيه مغمغما من الواضح أن الأمريكيين لا يضيعون لحظة واحدة ثم نهضى مستطردا ولكن أصول اللياقة تحتم زهابي لتحياته فورا غمغم الرجل بالتأكيد يا سيدي بالتأكيد سأله إيتان وهو يرتدي سطرته هل عرفت من هو؟ أجبه في سرعة جنرال شاب يدعى أرنست سام أرنست انعقد حاجب إيتان في شدة وهو يغمغم أرنست الاسم يبدو لمألوفا وفقه الرجل بإماءة من رأسه قائلا إنه رجل مخابرة عسكرية ارتفع حاجب إيتان وهو يقول آه لقد تذكرت لم يكن مخطئا فيما توصل إليه فلم يكاد يدلف إلى حجرة الجنرال الجديد حتى استقبلوا هذا الأخير بابتسامة ساخرة وهو يقول كوهين إيتان كوهين كيف يمكن أن أنساك يا رجل لقد استضمنا معا عندما أوقعت بجسوسكم الإسرائيلي في صفوف قواتنا الجوية حاول إيتان أن يبتسمه يمد يده إليه قائلا لم يكن جاسوسا يا جنرال مجرد يهودي متحمس قال سام ساخرا حقا ثم تراجع في مقعاده متجاهلا ليد الممدودة إليه وهو يقول مستطردا السؤال الآن هو لماذا شرفتني بزيارتك بهذه السرعة تراجع إيتان في مقعدي بدوره قائلا أصول اللياقة كانت تقتضي هذا أطلق سام دحك ساخرة قصيرة قبل أن يقول اللياقة هأنت؟ عجبا اهتدل إيتان في مقعدي قائلا في غضب اسلوبك هذا لا يليك بجنرال هز سام كتفيه قائلا ولكن يبدو أنه يروق لقيادتي ولما أصبحت جنرالا ولم أتجاوز منتصف الأربعين يتبع قال إيتان في تحدي قيادتك نفسها هي التي ستطالبك بالتعاون معي ومنحي كل ما أريد يا قاطعه سام في صرامة ليس كل ما تريد العقدة حاجب إيتان في توطر وحدق في الجنرال قائلا في عصبية ما الذي يعني هذا هب سام من مقعدي واتجه لباب الحجرة وهو يجيب في حزم أعني أنه مهما قالت القيادة فلن تحصل على أي مكاسب من تواجدكم القذر هنا ازدادا عقاد حاجبي إيتان وتحسس موضع المسدس السيراميقي المخفي في حزامه في توطر شديد وهو يراقب سام في حزر قائلا اسلوبك هذا ستحاسب عليه من قبل قيادتك أربكه أن أغلق سام رتاج الباب بقوة من الداخل وهو يقول في سخرية واضحة لست أظن هذا نهد إيتان بحرقة عصبية وسحب مسدسي وهو يقول في حدة ماذا تنوي أن تفعل بالضبط؟ أجبه سام بنفس السخرية ألو الانفراد بك أيها الوغد تراجع إيتان بحرقة حدة قائلا إياك أن تقترب مني كان يلوح مسدسي في وجسام الذي وصل الاقتراب منه في ثبات موديش وهو يقول هل ستطلق النار على جنرال أمريكي؟ استأظن هذا يتناسب مع خطتكم المستقبلية القذرة ثم إنه سيكون أمرا يصعب تبريره أو نسباته للآخرين مثل ما فعلتم مع إيكون قال إيتان وهو يتراجع في عصبية إننا لم نفعل شيئا بإيكون قال سام ساخرا وهو يواصل الاقتراب في ثقة ولا مبالا حقا ما قولك إذن إن أقمرنا السناية قد رصدت أحد رجالك وهو يطلق صاروخا نحو الهليكوبتر التي كان يركبها إيكون قال إيتان في حدة لم يكن هذا إيكون كان بديلا ينتحل شخصياتي و بطر عبارة بغطة عندما وثب سام وثب مفاجئ أمرنا رقل خلالها المسدس من يده ثم التقطه في الهواء وصوبه إليه بنفس الابتسامة الساخرة وهو يقول إذن فقد كنت تعلم حدق فيه إيتان بكل ذعر الدنيا وتعلق بصره بعينيه وهو يقول بصوت مختنق من أنت؟ ارتفع حاجب الرجل أمامي وابتسم في سخرية مجيبا عجبا ألا تذكرني أيها الوغد أنا أرنست هتفق إيتان؟ كلا لا استسام أرنست اتسعت ابتسامة الرجل الساخرة وهو يقول ولكن أنا أشبهه كثيرا أليس كذلك؟ انتفضت كل ظرة في جسد إيتان وترجع حتى التصق بالجدار وهو يقول مزعورا ولكنك لست هو كان الواقف أمامه ممشوك القوام أشكر الشعر قصيره طويل القامة أزرق العينين كان نسخة بكل أصل من سام أرنست ولكنه لم يكن هو وفي زعر هتف إيتان إنك هو ارتفع حاجب الرجل في دهشة ساخرة وهو يقول عجبا هل تعجز عن اتخاذ قراراتك لهذا الحد يا الحقير؟ أنا هو أم لست هو هتف إيتان أنت أنت أدهم أدهم صبري وهنا تلاشت الابتسام الساخرة من شفتين الرجل وتغير صوته دفع واحدة وهو يقول في سرامة قاسية صدقت أيها الوغد مع قوله شعر إيتان بالدماء تتجمد في عروقه وهو يتمت بمنتهى الصعوبة وبصوت شديد الخفوء مستحيل التقط أدهم نفسا عميقا وهو يقول في سرامة لا يوجد مستحيل ما دم تتعامل مع الأمر بدقة مستعينا بالمعلومات الكافية فبواسطة معرفة القودة السرية للاتصالات العسكرية الأمريكية أقنعني الأوغاد أن الجنرال سام أرنيست سيحل محل جون أكون ولأنني وصلت في طائرة خاصة تصور الأغبياء أنني قادة من الولايات المتحدة الأمريكية مباشرة وكان من الطبيعي أن يبلغك الخبر وأن تتذكر مواجهتك القديمة مع سام أرنيست وهذه معلومة حصولنا عليها من ملفك ولم نشك لحظة في أنك استأتي لتحياتي في محاولة لجذبه إلى صفه كوسيلة لتحقيق ما أرابكم الحقير هنا ارتجف إيتان مرة أخرى وهو يقول ماذا ستفعل بي؟ هز أدام كتفيه قائلا الآن وفي هذه اللحظة بالتحديد يقوم رجال المقاومة الأصليون بمهاجمة رجاله وأسرهم وستتم محاكمتهم باعتبارهم جواسيس حاولوا استغلال الاحتلال الأمريكي لفرض هيمنتهم على جزء من أرض العراق امتقع وجه إيتان بشدة وهو يردد بمنتهى الرعب محاكمتهم؟ قال أدهم في برود مخيف اطمئن ستكون محاكمة عادلة للغاية ثم مال نحوه مضيفا بلهجة جمدت الدماء في عرق الإسرائيلي ورسالة لدولتك حتى تبعد أنفاها المعقوف عما لا يقصها ارتجفت كل ظرف كيان إيتان وهو يسأله وماذا عني؟ إنك لن تقتلني أليس كذلك؟ صمت أدهم لحظة ثم قال بمنتهى القصوة اكون نال ما استحقه جزاء قتله الآمنين والمدنيين وإرقة الدماء العربية بغير حق ودون رحمة أو شفقة نال ثمن قتل النساء والأطفال والشيوخ لوح إيتان بيده قائلا في رعب أنا لم أفعل شيئا لست أملك حتى سلطة القيام بهذا بدأ له صمت أدهم مخيفا رهيبا هذه المرة وهو يتطلع إليه بعينين باردتين غاضبتين فلوح بيده مرة أخرى قائلا في دراعة ثم إنك رجل مخابرات مثلي وتعلم أننا نؤدي واجبنا من أجل دولتين وأن قاطعه أدهم بصوت أقصى من الفلاز وهل يتضمن عملنا دس معلومات خاطئة ودفع الآخرين عبرها للقيام بعملية عنيفة وشن مذابح وحشية بدأ وجي إيتان أشبه بالموتى عندما أدرك أن أدهم قد كشف لعبته وخرج صوته منهارا وهو يقول كل الطرق مشروعة في الحروب شد أدهم قامت قائلا في غضب حتى القتل لم يحر إيتان جوابا وقد ارتجفت كل الضرة من كيانه وتعلقت عيناه بفوهة المسدسة الذي انتزعه منه أدهم وهو يقول إنك ها لا تقتل العزل ملفك يؤكد أنك لم تفعلها قط بدأ أدهم قويا شامخا وهو يقول فارق كبير بين القتل و صمت لحظة ليجزب إبنة المسدسة السيراميكية الذي يحوي رصاصة واحدة قبل أن يضيف بمنتهى الصرامة وحكم الإعدام انتفض أجسد إيتان بمنتهى العنف ويلوح بزراعي صريخا في رعب لا لا إنك لن تفعلها ليس هزم نشيماتك مع هتافي استعد ذهن أدهم عشرة الصور والمشاهد الأطفال الصرعة النساء الملتعات والشيوخ القتلى الدماء النيران الضمار ثم ترددت في رأسه سرخات رهيبة منتزعة من أعمق أعمق ذكرتي سرخات المصابين والمكلومين والثكالة وضغط الزناد المسدس الصغير وانطلقت الرصاصة وجحزت عين إيتان عن آخرهما وضربت يداه الهواء وتفجرت الدماء من سوق بدقيق في منتصف جنجومته ثم هوا ومع سقوطه جثة هامدة اختحم أفراد طاقم الأمن الباب استجابة لدوية رصاصة ولكن أدهم استدر إليهم في سرامة واستعاد شخصية سام أرنيست في لحظة واحدة وهو يقول هذا الواغد حوال قتلي لقل الجنود أبصارهم بينه وبين جثة رجل المخابرات الإسرائيلي في حين ألقى هو المسدس على مقعد بعيد وهو يضيف بنفس السرامة أخرجوه من هنا وأبلغوا المطار أنني سأستقل طائرة خصة لقبرص فورا لحضور اجتماع سر للقاضة هناك هيا أطع جنود الأمن أوامريه في سرعة في حين وقفه قويا شامخا على الرغم أن أعماقه كانت تواجه سرعا رهيبا رهيبا إلى أقصح توقفت سيارة مصفحة فاخرة أمام أكبر فنادق بوغوتا وأكثر فخامة ومطى لماس شفتيه داخلها في اصدراء وهو يداعب مسدسا ضخما بين أصابعي قائلا لعشيقات هيلوتشي لا ترك لي هيئتك أبدا في هذا الزي كانت ترتدي صوبا باهزة السمن مزايا بقطع من الماس النقي فهزت كتفيها قائلا ربما لا ترك لي أيضا ولكنني هنا في العاصمة وكما يقولون إذا كنت في روما ففعل ما يفعله رومان مطى شفتيه مرة أخرى قائلا لو أنني في موضاهم لصفات إلى روما أكبرتهم على أن يفعلوا ما أفعله أنا ابتسمت وهي تتطلع إلى القميص الفطفات زي الألوان الذي الفتح أعلى أمام صدره القوي وقال ولكنك تبدو واسما في كل الأحواء بدأ عليه الزهو وهو يقول أعلم هذا مع قوله أشر الصائق بيده وهو يقول في خشون لقد وصل أدار لماس عينه عبر زجاج السيارة المصفح إلى كهل أنيق يحمل حقيبة دبلوماسية غالية ويتاجه نحو السيارة مباشرة وبنزلة شك واضحة ازداد ضيق عين إمبراطور المخدرات الكولومبي وهو يتابع الرجل الذي توقف أمام الباب الخلفي للسيارة الكبيرة فقال لماس في صرامة ضعه يدخل ضغط الصائق زرا فانفتحه بالسيارة وانحنى الكهل في احترام مبالغ قائلا مرحبا يا سينيور لماس يشرفني أن أقدم وفر تحياتي و قاطعه لماس في خشونه كف عن السخافات وادخل بسرعة يا رجل فلست أشعر بالارتياح عندما يكون الطريق إلي مكشوفا في منطقة خالية دلف الكهل بسرعة إلى السيارة وجلس على المقعد المواجه للكولومبي الذي أشار إلى الصائق فأغلق باب السيارة بدغط الذر أخرى وما أن تم إغلاقي حتى قال لماس في خشونه انطلق بنا في دور عشوائي يا رجل هذا أكثر أمنا انطلق الصائق بالسيارة على الفور وقال الكهل محاولا للإبتساء من الواضح أنك شديد الحذر يا سينيور لماس قال لماس في خشونه أمثالي لا يظلون على قيد الحياة إلا لأنهم شديد الحذر يا هذا أم الكهل برأسي موافقا وهو يغمغل بالتأكيد يا سينيور رمكه لماس بنظرة قاسية في حين أشرت لوتشيا إلى الحقيبة التي يحمل الكهل قائلة بمناسبة الحذر الزائد لو أن هذه الحقيبة تحوي أجهز التنصت فالأفضل أن تتخلص منها قبل أن نتخلص نحن منك لم يبدو أن تهديدها قد أثر الخوف في نفس الكهل الظل هادئا وهو يغيبها هذه الحقيبة في الواقع هي جهاز اتصال خاص قوي مرتبط بالأقمار الصناعية مباشرة اعتدل اللماس وقبت الأصابيع على مسدسه الضخم في توطر وهو يقول جهاز اتصال أو الكأس برأسيه إيجابا وقال نعم يا سينيور لماس فالرئيس يريد أن يتحدث إليك شخصيا بدأ الاهتمام على وجه لماس وهو يسأله رئيس الأمريكي أدر الكهل الحقيبة نحوه قائلة هو نفسه يا سينيور اندفخت أوداج لماس في زهو والتفت بزهوي إلى لوتشيا التي أسرعت تعدل ثوبها الفاخر في حندقة الكهل الأزرار بسرعة قائلا فخامت الرئيس يا سينيور لماس رفع لماس يده لتحسى الشعره بحركة غريزية وهو يعتدل في مجلسه أكثر في نفس اللحظة التي ظهرت فيها صورة الرئيس الأمريكي على الشاشة وهو يقول مرحبا يا سينيور لماس أجبه لماس في سرعة مرحبا أيها الرئيس نتقها بأسلوب فظ ولهجة غليظة إلا أن الرئيس تجاوز هذا وهو يقول أبلغني أنك تحتفظ ببعض جنودنا لديك أجبه لماس في سرامة وقد استعد خشونته الغريزية خاطر أيها الرئيس لم أعد أحتفظ بهم ولست أظن حتى تماسيح ما زالت تحمل بقاياهم في أحشائها ظهر الإمتعاد على وجه الرئيس الأمريكي وهو يقول تصرف بغيد يا رجل أجبه لماس متحديا أنتم بدأتم هذا بدأ من الواضح أن الرئيس يسيطر على أعصابه في صعوبه وهو يقول فليكن لسنا هنا لمنقشة من بدأ ومن يستحق العقاء تسألت لوتشيا في شيء من السخرية لماذا نحن هنا إذن؟ ثبت الرئيس الأمريكي لحظة للتحكم في مشاعره التي تطالبه بإنهاء الاتصال فورا ثم لم يلبس أن أجي نحن هنا لنناقش الخطوة التالية تسألت لوتشيا في سرعة وما هي؟ أشار الرئيس بيده قائلا في سرامة هذا يتوقف على جابة سؤال محدود ومتى لماس شفتيه قائلا في خشونة سأجيبه إن راق لي مرة أخرى سيطر الرئيس الأمريكي على أعصابه في صعوبه ويسأله ماذا فعلتم بالأسرى الأربع لديكم عندما شن جنودنا هجومهم عليكم انعقد حاجب لماس والتفت إلى لوتشيا التي رفعت أحد حاجبيها بنظرة متحدية ليس لها ما يبررها قبل أن تجيب لو طوعت مشاعري لقتلتهم بلا رحمة سألها الرئيس في اهتمام شديد أه يعني هذا أنك لم تفعلي؟ رفعت أحد حاجبيها في حركة عابثة قول أن تسألوا في شغل لو افترضنا هذا فكم تدفعون ثمنا لهم؟ انعقد حاجب الرئيس وتراجع في مقاعد بعصبية واضحة وهو يقول ليس في خطتنا دفع أي نقود لاسترداد الأسرة إنهم ليسوا حتى من مواطنين هزت لوتشيا كتفيها في سخرية قائلة؟ وعلى الرغم من هذا فقد ضحيتهم بفرقة كاملة من أجل استعدتهم ازداد انعقد حاجبي الرئيس الأمريكي وعد شفتي في غضب قبل أن يقول في سرام وماذا لو عقدنا صفقة أفضل؟ سأله لماس هذه المرة بخشونته المعهودة أي صفقة؟ قال الرئيس في سرامة أكثر سنرخي قبضتنا حول رجالك هنا ونفرج عن بعض المسجونين و... قاطعه لماس في غلزة ولماذا تقدمون مثل هذا العرض السخي مقابل أربعة أسرة ليسوا من مواطنيكم كما تقولون زفر الرئيس في عصبية قائلا لدينا أسبابنا هما لماس بالقول شيء ما إلا أن لوتشيا ضغطت يدي خفية وهي تقول في حزب نحن أيضا لدينا أسبابنا التي تدفعنا للتفكير ماليا قبل أن نعلن رأينا بشأن صفقتكم بدى الغضب على وجه الرئيس الأمريكي وأدار عينيه بعيدا عن الشاشة وكأنما يطلب مشورة شخص آخر في حجرته قبل أن يسأله في توطر وكم تحتاجون من وقت؟ أجبته لوتشيا أيضا في سرعة ما يكفي عاد رئيس شفتيه مرة أخرى قبل أن يقول فليكن احتفظوا بحقيبة الاتصالات كهدية من الحكومة الأمريكية فربما ترغبون في مخاطبتنا عبرها قريبا جذب لماس الحقيبة إليه وهو يقول في خشونة فليكن ثم ضغط زر انهاء الاتصال وهو يقول للكهل في سرامة نهايت طريقك يا هذا أوقف الصائق السيارة وغادرها الكهل في سرعة وهدوء ثم عادت تنطلق ولماس يسأل لوتشيا في قلق ما رأيك؟ أجبته في نشوة عجيبة رأيي أننا بصدد عقد أفضل صفقة في حياتنا أفضلها على الإطلاق ثم أطلقت ضحك عابسة قبل أن تضيف هو دون أن نقدم شيئا في المقابل قالتها وعدت تضحك ضحك علي عابسة ممتوطة في حين عقد لمس حاجبي في شدة فقولها كان يعني الكثير والكثير جدا الرجل النيران تلتهم كل شيء الدخان ينتشر وينتشر وينتشر وامرأة تظهر من بين سحب الدخان وتنحني نحوه سأنقذك يا أدهم اختركت العبارة أذنيه وعقله بصوت مألوف صوت يعرفه ويحفظه عن ظهر قلب صوت أعاد إليه الذكريات عديدة وبعيدة ومع الغيبوبة العنيفة التي تهاجم عقله بلا رحمة ولسبب يجهله وجد نفسه يقاوم ويقاوم ويقاوم ولكنها حملته وضعته فوق عربة صغيرة ثم انطلقت به انطلقت عبر ممرات طويلة وعبر النيران والدخان والضمار وكل هذا بدى له أشبه بحلم أو بكبوس لست أدري حتى لماذا أفعل هذا مرة أخرى بدى له صوتها مألوفا معروفا واضحا ومرة أخرى تفجرت في كيانه كله موجة من الذكريات والانفعالات والعذابات واسترجع عقله في تلك اللحظات الرهيبة مشهد رفاقه والانفجار وسرخات الزعيمة وسورة ابنه آدم و كان ينبغي أن أقتولك جزاء ما فعلت استوعب عبارتها بالكاد وهو غارق في تلك الحالة العجيبة بين اليقظة والغيبوبة ولكن مشكلتي أنني أحبك لم يفهم العبارة ولم يحاول حتى أن يفهمها فقط ترك جسده يسترخي داخل تلك الغواصة الصغيرة التي راحت تغوس في المحيط وتغوس وتغوس ثم انطلقت وهنا بدأ عقله ينهار وينهار آخر ما شعر به هو شفتيها وهما تطبعان قبلة على جبينه وبعدها انتهى كل شيء سينيور خزيه لقد وصلنا تقريبا استيقظ أدهم دفع واحدة مع العبارة التي انتزعته من حلم الذكريات المبهمة فاعتدل في سرعة وقال بإسبانية سليمة حقا لم أشعر بمرور الوقت ابتسمت مضيفة الطائرة وهي تربط على كاتفيه قائلة من الواضح أنك كنت مجهدا للغاية فأنت غارق في النوم توالي الرحلة تقريبا حاول أدهم أن يبتسم وهو يتمتم هذا صحيح منحته المضيفة ابتسامة مجاملة ثم انصرفت لتؤدي عملها مع باقي ركاب في حين رجع هو ما فعله منذ غادر ساحة المعرقة في العراق لقد استقل طائرة عسكرية أمريكية باعتباره لجنرال سام أرنست وهبط بها في الكويت حيث تحول إلى الأرجنتيني خوزي ماركوس بواسطة جواز صفر قديم ابتعته أصابع قدر الذهبية منذ زمن طويل وعلى أول طائرة صفر خوزي إلى أمريكا الجنوبية إلى الدولة المدونة في جواز سفره الأرجنتين ومن نافذة الطائرة المجاورة تابع هبوط الطائرة في مطار بوينسي إيرس حيث ساستقل طائرة أخرى تحمله إلى بوكوتا في كولومبيا ومع الغسة التي أشعر بها في حلقه أغلق عينيه واستعاد كلمات والده القديمة لا تقتل أبدا إلا بالحق القتل أبغض شيء في الوجود فحرص على تجنبه قدر الإمكان الدفاع عن النفس أو تنفيذ القصاص العادل هما السببان الوحيدان للقتل بالنسبة لأي شخص سوي لقد تعلم هذا منذ طفولته وحفظه عن ظهر قلب وحرص عليه كل الحرص حتى في أشد لحظاته عنفا وقسوة لم يقتل لم يطلق رصاص قاتله إلا في مناظر وللدفاع عن حياته فحازم أما في الأون الأخيرة فقد أعماه الغضب ودفعه لأبغض شيء في الوجود إلى القتل أساساته انطلقت لأول مرة لتعدم وتقتل ودون دفاع عن النفس قتل لأنه غضب مما أصر الأطفال والنساء والشيوخ والمرضى والضعفاء قتل لينتقب وهذا أسوأ فعل في الحياة الانتقام الأعمى أغلق عينيه في قوة محاولا محو تلك الصورة الرهيبة من ذهنه وبظفرة حارة ملتهبة تمتم أردت القصاص في حزب أي لغة هذه التي تحدست بها؟ ألقى عليه جاريه السؤال في دهشة فانتبه لأنه قد نطق عبارتي بالعربية إلا أنه تماسك في السرعة والصدر إليه مبتسما وهو يقول الصينية لقد قضيت بعض الوقت في شنغهاي وتعلمتها هناك لحد ما بدى الرجل أكثر دهشة وهو يقول الصينية عجبا لم تبدو لك ذلك أبدا سأله أدهم بنفس الابتسامة كيف بدت لك إذن؟ أجب الرجل في سرعة شرقية ثم استدرك في حذر ربما عربية أو عبرية منحه أدهم ابتسامة هادئة دون أن يجيب وإن انطلقت صرخة قوية في أعماقه اخطأت يا أدهم زلت لسان يمكن أن تفسد لعبتك كلها خطأ واحد يكفي الإشعال ألف ألف مشكلة وهذا لم يكن يحدث من قبل أبدا ومع هبوط الطائرة كان عقله يصدر قرارا هاما للغاية لابد من تفادي أي أخطاء مستقبلية وبأي ثمن الخطة أصمرت ما نبتغي نطقى مدير المخابرات المركزية العبارة في حازم وهو يقف أمام الرئيس الأمريكي وعزير دفاعي فسأله الأخير بكل الاهتمام هل تعتقد هذا؟ أشار الرجل بيده مجيبا في عالمنا لا مجال للتخمين أو الاعتقادات إننا نتعامل مع الحقائق وحدها سأله الرئيس في صرامة وماذا تقول الحقائق شد مدير المخابرات قامته قائلا جهز الاتصالات الذي تم إهداؤه إلى ماس يبص في إشارة منتظمة تمكننا من تحديد موقعه بمنتهى الدقة طوال الوقت تساءل الرئيس في اهتمام ولكننا نعرف موقعه بالفعل ما لمدير المخابرات نحوه قائلا ولكن ليس بالدقة هل تتضيح لصاروخ موجه أن ينسفه مباشرة وهو يختبئ وسط الأحراش أنعقده حاجب الرئيس الأمريكي ووزير دفاعي يتساءل وهل تعتقد أنه سيحمل الحقيبة بنفسه طوال الوقت؟ ابتسم مدير المخابرات وهو يعتدل قائلا لقد رعينا العامل النفسي في هذا الشأن فالجهاز من طراز غير متوافر للعامة ومحفور عليه ما يثبت انتمائه إلى الحكومة الأمريكية وطبيعة لماس المتباهية ستجعله قريبا منه طوال الوقت ليعلن لكل من يتعامل معه أن له صلاة قوية بناء وأنه الرجل القوي الذي لا يدانيه أحد تبدأ الرئيس وزير دفاعه نظرة صامتة قبل أن يكون الأخير في توطر ملحوظ وبما يفيدنا قتله في الوقت الحالي إننا نحتاج لما لديه أولا أشار مدير المخابرات بيده قائلا هذا ما نسع إليه بالدرجة الأولى ولكن ماذا لو فشلنا؟ قال الرئيس في عصبية سيكون علينا أن نبرر هذا المستر إكس رمكه وزير الدفاع بنظر الضيق قبل أن يلتفت إلى مدير المخابرات متسائلا وماذا لو حدث هذا؟ هزر مدير كتفيه مجيبا سيكون علينا في هذه الحالة أن نتخلص من لماس ورجاله والأسرة وكل ما يموت له بصلاة اعتدل الرئيس الأمريكي وهو يقول في حدة إذن فقد عدنا مرة أخرى إلى خانة التمنيات والإفتراضات هز الرجل رأسي هذه المرة قائلا مطلقا الجهاز ليس وسيلة يتحدي الموقع بدقة في حزب ولكنه جهاز تنصت ضقيق في الوقت ذاتي فعندما أدار الحديث المباشر بين فخامة الرئيس والأمريكي تمت برمجة الجهاز عبر الأقمار الصناعية على تعرف صوته وتعقبه وبهذا سيتحول الجهاز إلى آلة تنصت رقمية قوية تتعقب صوت الأمريكي وأحاديثه أينما كان في دائرة نصف كترها ميل كامل ثم تسلل الزهو إلى صوته وهو يضيف باختصار أصبحنا نجلس طوال الوقت على مقعد مجاور له دون أن يرانا كان يتوقع تصفيقا واستحسانا من الرئيس والوزير إلا أن الأخير عقد حاجبه في توطر في حين تراجع الأول بمقعده متسائلا بكل قلق الدنيا أهزيه التكنولوجيا ممكنة؟ أجاب مدير المخابرات في حيرة بالطبع يا سيد الرئيس إنها متاحة من زوه قاطعه الرئيس في توطر بالغ هكذا يلتقطون أحاديثنا إذن ثم التفت إلى وزير الدفاع مستطردا في عصبية شديدة أريد فحص كل الأجهزة الإلكترونية في هذه الحجرة فورا فغرى مدير المخابرات فاه وهو يقول سيد الرئيس لا داع للمبالغة من المستحيل أن قاطعه فجأة هرانين هاتفي الخاص فالتقطه من جايب بحركة سريعة ونعقد حاجباه عندما لم تحمل الشاشة رقما متصل إلا أنه ضغط ذر الاتصال متسائلا من هناك؟ أتى صوت أنسوية عاب الساخر يجيب ليس مستحيلا يا مدير المخابرات في هذا العصر كل شيء ممكن أعقب القول دحكة طويلة ساخرة دحكة امتقى على وجه مدير المخابرات الأمريكي فقد كانت تعني أن الخطر قد عاد وبمنتهى القوة لقد تم إنقاضها بعجوبة نتقى الطبيب الخاص لمستر إكس العبارة في إرهاق واضح وهو يواجه شاشة الاتصال الكبيرة التي تبدو علي صورة هذا الأخير الذي قال في لهجة صارمة تخفي ما يشعر به من التوتر أتى عني أنها ستنجو؟ أجاب الطبيب وهو يمسح العرق الذي يغمر وجهه بالكاد قال مستر إكس بنتهى الصرامة افزلوا جهدا أكبر أريدها أن تنجو بأي ثمن لا يمكن أن نجازب بفقدها في مثل هذه الظروف تنهد الطبيب في التوتر مغمغما سنفزل قصارى جهدنا يا سيدي قال مستر إكس في خشونة هذا أفضل لكم جميعا ثم أنهى الاتصال قبل أن تغلبه انفعالاته وتراجع في مقعده الكبير وكل الضرة في كيانه تشعر بتوتر بلا حدوء الزعيم ما زالت على قيد الحياة غامضة قوية شارسة وغضبة هذا آخر ما عرفه من الصينية تيا قبل أن تقدم على الانتحار وما دامت لم تعلن عن نفسها فهذا يعني أنها تعد العد للعودة والانتقام ولقد أرسلت إليه تيا أرسلتها لتفوضه بشأن رفاق أدهم وهو لا يدري لماذا فعلت هذا لماذا؟ ما يصير غيزه وتوتره البالة هو أنه يجهل أين هي؟ وماذا تفعل؟ وما الذي تعده؟ وهذا خطير خطير إلى أقصى حد والسبيل الوحيد لإمساك طرف الخيط أي خيط هو تية والمعلومات لا تحملها تية لذا فمن الضروري أن تبقى الصينية على قيد لذا فمن الضروري أن تبقى الصينية على قيد الحياة وأن تدلي بما لديها وبكل التفاصيل لابد أن تبقى وبأي سمن إنه لن يحتمل هجوما مباغة آخر من تلك الغامضة لن يحتمل هذا أبدا لابد من رفع درجات الاستعداد إلى الحد الأقصى بل إلى ما يفوق هذا ولابد أن قاطعه فجأة أزيز جهاز الاتصال الخاص فاعتدل في السرعة وضغط الزر وهو يتطلع إلى الشاشة التي ظهرت عليها سورة مدير المخابرات الأمريكية الذي قال في عصبية مستر إكس لقد عادت وانتفض جسد مستر إكس بمنتهى العنف فلقد بدأت المعاركة بأقصى وأقصى سرعة انتلقت ضحكة مجلجلة غليظة داخل ذلك الباري الكبير في قلب بوجاتة واتفع معها صوت رجل ضخم مفتول العضلات يهتف بصوت جهوري خشن هالمزيد يا رجل المزيد هات أفضل ما لديك من خمر لا أريد الأنواع الرخيصة بل أفضلها على الإطلاق هيا أعطيني ما يلق بي قالها وألقى رزمة من النقد الأمريكي فوق البار فحدق فيها الصاقي في شراها شديدة وهو يقول كما تأمر يا سونيور كما تأمر أسرع يلملم النقود في لافة ثم انطلق الإحضار ما طلبه الضخم الذي عاد يطلق ضحكة مجلجلة أخرى ويصير قدرا هائلا من الصخب في المكان كله ثم دخل ذلك الرجل الرجل ممشوق القوام طويل القامة قوي الملامح صارم النظرات عبر المكان في هدوء حتى قرب من الضخم قبل أن يقول في سرى مقاسية اخفض صوتك يا هذا فلا أحد يحتمل صوتك القبيح ولا ضحكاتك الفجة توقف الضخم دفع واحدة والصدر إلى القادم الجديد في غضب وتحركت يديه نحو المسدس الكبير المعلق في حزامي وهو يقول في شراسة غليزة هل توجه كلمتك الحمقاء إليه؟ أجبه الرجل فيه هدوء شديد وكأنه لا يقيم وزنا لضخماتي وشراساتي وحدتي هل ترى أحمق غيرك هنا؟ أبارتي هذه فجرت كمبلة من الصمت في المكان مع طيار من القلق والخوف سرى في نفوس الجميع لذين حضقوا في الإسنين في رعب والضخم يطلق زمجرة مخيفة هاتفا من الواضح أنك تجهل من أنا أيها التعس رمقه الرجل بنظرة لا مبالية وهو يقول بل أعرف جيداً وهو الوغد أنت أركنز عضو عصابة لماس والمسؤول عن مقتل دست من رجال الشرطة هنا خلال السنوات الثلاثة الأخيرة سحب أركنز مسدس في غضب وحشي وهو يهتف عظيم ما دم نتعرفنا اسمح لي بتقديم بطاقاتي في رأسك مباشرة و وقبل أن يتم عبارته تحرك الرجل لم يدري أحد متى ولا كيف تحرق ولكنهم وجدوا فجأة يلقم أركنز لكمكالكنبلة في أنفه وثانية في أسنانه وسالسة في معدته قبل أن يثب ويدور حول نفسه ويركل المسدس من يدي وصرخ أركنز في ألم ودهشة وغضب وإسر صرخته هبت ثلاثة رجال أقوية واستل كل منهم مسدسة وانترقت رصاصاتهم نحو الهدف نحو ذلك الرجل الذي يحمل في عالم الواقع اسم أدهم أدهم صابري اسمه أدهم أأنت واثق من أنه هو؟ ألقى مدير المخابرات المركزية الأمريكية السؤال في اهتمام بالغ وهي تطلع إلى الصورة التي وضعها أمامه رئيس القسم التكنولوجي الفني فأومأ الرجل برأسي إيجاباً واستبدل الصورة بتقرير مطبوع وهو يقول كل الفحص تؤكد هذا يا سيدي ففي مطار بوينس إرس تقدم أحد القادمين على طائرة الكويت ببلاغ محدود أكد فيه أنه يشك في أن الراكب الذي كان بجواره ينتحل شخصية أخرى ولم تولي السلطات هناك البلاغ اهتماماً كافياً نظراً لأن مقدمه طاعن في السن لأن أحد رجالنا أرسل تقريره بهذا الشأن مما دفعنا إلى مراجعة كل التفاصيل وإطلاق عيوننا للتيقل من الأمر تم تم مدير المخابرات الأمريكي حسناً فعلته شكره الرجل بإيماء من رأسه وتابع دون أن يتوقف وعبر شبكة الاتصالات الدولية رجعنا جواز الأرجنتيني خوزي ماركوس وكانت صورته مطابقاً للرجل موضع الشك اعتدل المدير في اهتمام عند هذه النقطة فوصل الرجل ولكن الصورة التي التقطناها له بواسطة عيوننا لم تكن كذلك انعقد حاجب مدير المخابرات وهو يقول ما الذي يعني هذا؟ ودع رجل صورة أخرى فوق التقرير المطبوع وأجاب إننا لم نستخدم للتصوير العادية وإنما قالت تعمل بالأشعة فوق البنفسجية مع نظام رقمي خاص وهذا ما حصلنا عليه التقط مدير المخابرات الصورة وتطلع إليها في اهتمام شديد وتوقف بصري عند عدة بقع داكنة في أماكن متفرقة من صورة خزي قبل أن يتساءل في حذر وما الذي تحبيه هذه الصورة؟ أشار الرجل إلى البقع مجيبا في حماس إنه يرتدي قناعا مططيا ارتفع حاجب مدير المخابرات وهي أحدك في الصورة مرة أخرى ثم يغمغم في الهفا حقا؟ ابتسم الرجل وكان ما يروق له التأثير الذي أحدثه في مديره ثم رفع سبابته في شيء من الزهو قائلا ولقد أجرينا مجموعة من العمليات الرقمية المعقدة لمعالجة الصورة وإزالة الإضافات التي صنعها القناع بالوجه وانتهى بين الأمر إلى هذا قالها وهو يضع أمامي صورة جديدة ولم يكاد مدير المخابرات يراها حتى واثبا من قاعده هاتفا مستحيل فبخلاف بعض المناطق التي لم يفلح البرنامج رقمي التعامل معها بالدقة الكافية كانت أمام المدير صورة واضحة له لأذهم صبري ولدقيقة كاملة تقريبا ولم ينطق المدير حرفا واحدا وهو يحدك في الصورة قبل أن يعيدها إلى سطح مكتبه ويتساءل بصوت مبحوح من فرط الانفعال والتوتر هل تتابعونه؟ مرة أخرى ابتسم الرجل في الزهو وأشر بسبباته مجيبا يمكنك أن تقول إننا نحصي أنفاسه ونرسود كل خطوة يخطوها منذ انتقل من بوينس إيرس إلى بوغاتا انتفض المدير هاتفا بوغاتا؟ أهو في كولومبيا الآن؟ أشار الرجل بسبباته مرة أخرى مجيبا منذ فجر اليوم انعقده حجب مدير المخابرات الأمريكية في شدة وتجمد على مقعاده بعض الوقت دون أن يرفع عينيه عن الصورة ثم لم يلبس النهضة واتجه لنافزة المكتب وعقد كافيه خلف ظهري ولاز بالصمت طويلا حتى إن الرجل شعر بالقلق وهو يسأله ماذا سنفعل يا سيدي؟ سمت مدير المخابرات بدأ لحظات أخرى وهو يوليه ظهره قبل أن يجيب في لهجة ملوءها الحازم لن نفعل شيئا خيل الرجل أنه لم يسمع العبارة جيدا فمال برأسه إلى الأمام متسائلا في توطر ماذا؟ وهنا استضر إليه المدير وحملت ملامح كل الحازم الذي أطل من صوته وهو يكارر قلت لن نفعل شيئا حدق فيه الرجل زاهلا قبل أن يقول في ارتباك ولكن يا سيدي ذلك الرجل هو أدهم صبري الرجل الذي أشارت التقارير الرسمية كلها إلى مصرعي والذي يعد خصما رقم واحد بعدما أشيع ما فعله برجلنا في العراق وأخيرها انتحال هيئة أحد جنرالاتنا و قطعه المدير في منتهى الصرامة لن نفعل شيئا بشأنه هل تسمعني جيدا أم أنك تحتاج إلى علاج لأذنيك انتقى وجه الرجل من شدة توطره وهو يتطلع إليه في صمت فعاد المدير إلى خلف مكتبه وهو يتابع بنفس الصرامة ليس هذا في حزب ولكننا لن نبلغ الرئيس أو إدارتي بالأمر أيضا انت فضأ جساد الرجل وقال فيه عصبية سيدي هذا مخالف ليه؟ قطعه المدير في خشونة وجود رجل مخابرات المصر في بوجاتة يعني أن لديه معلومات عن احتمال تواجد رفاقه على قيد الحياة في أحراش لماس وأنه يسعى إليهم وتراجع في مقعده وشبك أصابع كافيه أمام واجه قبل أن يضيف ويعني بالتبعية أن الأحراش هناك ستشهد أعنف قتال عرفته في حياتها كلها العقدة حاجب رجل في احتراض وهو يغمغم إنه مجرد رجل واحد ارتفع حاجب المدير وهو يسأله أتعني حقا ما تقول؟ أجباه في عصبية لماس ليس بالرجل السهل إنه امبراطور تجارة المخدرات في قرتين كاملتين ولقد فشلت واحدة من أقوى فرقواتين الخاصة في الظفر به فكيف يمكن لرجل واحد أنه يفعل؟ ابتسمى المدير في سخرية وهو يقول من الواضح أنك لم تقرأ ملف أدهم صبري جيدا ولم تعرف لماذا تطلق عليها جنس المخابرات المختلفة لقاب رجل المستحيل هزى الرجل رأسيه قائلا لستؤمن بأن رجلا واحدا يمكن أن ينجح فيما فشلت فيه فرقة كاملة هبى المدير من خلف مكتبي بحركة حادة قائلا خطأ اندفض الرجل المفاجئة ثم تجمد في مكانه عندما عاد المدير ينهض مواصلا في سرامة فرقة كاملة تعني صخبا وضوضاء أكثر مما ينبغي وتحرقات في مساحة كبيرة تضاعف من احتمالات الرزد والتحديد أما مع رجل واحد فالأمر يختلف وسمط لحظة ثم أضاف في حزب وخاصة إذا ما كان ذلك الرجل انعقد حاجب رئيس التكنولوجي الفني وهو يغمغن ولكن هذا مخالف القواعد صح به المدير في غضب فلتذهب القواعد للجحيم انتفض الرجل مرة أخرى وهو يحتك فيه ذاهلا فتابع في سرامة إننا نسعى منذ فترة للسيطرة على بولو لمس وتدمير حسنه في أحراش كولومبيا وفي الأوين الأخيرة أضفنا إلى هذا ضرورة استعاة الأسرى المصريين الأربع لديه وفي سبيل هذا خسرنا فرقة من أفضل فرق قواتنا الخاصة وعندما تملكنا اليأس ولجأنا لخطة أكثر تعقيدا ظهر ذلك المصري الذي يسعى إلى أهدافنا ذاتها فهل نلقي القبض عليه ونوقف مصيره ونفسد عملية بأكملها أم نفسح له المجال لينافذ أهدافه التي في الواقع أهدافنا نحن مضت لحظات في صمت متوتر وكان ما يحاول الرجل استعاب منطق رئيسي قبل أن يقول في عصبية وهو مزها لو فشل افتسم المدير في سخرية وهو يقول عند إز نكون قد أزحناها عن طريقنا ثم عاد تراجع في مقعاده مضيفا في حزم وفي الحالتين لن نخسر شيئا بل ربما نربح الكثير الكثير جدا ولم يعلق الرجل على الموقف هذه المرة فقد بدأ له منطقيا للغاية منذ أكثر من عشر سنوات عرف كل طفل في بوغاتا أن بولو لمس هو الزعيم هو أمبراطور تجارة المخدرات الشرس الذي لا تجرؤ الحكومات نفسها على التصدي له أو حتى إصار تغضبه بأي حال من الأحوال وهذا ينطبق أيضا على رجاله وتاريخ بوغاتا يحوي قائمة من الإغتيالات الوحشية العنيفة التي انتهت التحقيقات فيها إلى طريق مزدود على رغم أنها تحمل كلها بصمة لمس وزبانيته باحتبار أن كل الضحايا ممن حاول إعتراض طريق إمبراطور المخدرات أو أحد رجاله لذا فقد اكتسب الرجل وعصابته حصانة مخيفة في بوغاتا بل في كولومبيا كلها وعندما هاجم أدهم ذلك العملاق أركينز حبس لكل أنفاسهم في رعب هائل وإيقنوا أن الأمور لن تمر بسلام قد وهذا ما حدث بالفعل ففي قلب البار نفسه كان يجلس ثلاثة من زبانية لماس الذين أغضبهم وأصاب زميلهم الضخم فهبوا سائرين وأطلقوا رصاصات مسدساتهم نحو أدهم ولكن أدهم لم يتوقف لاستقبال رصاصاتهم بل تحرق قبل حتى أن تضغط سبباتهم أزنية مسدساتهم وبالنسبة للجالسين لم يروه يتحرق وإنما يطير فبواسبة مدهشة تعلق بكرة دوارة تتألق في صقف البار ثم قفز منها إلى الأوغاد السلاسة أو بمعنى أضق خلفه مباشرة واتثت العيون كلها في زهول مع السرعة للتحرق بها وهو يلكم أضخم في مؤخرة عنقه لكما ألقته سلاسة أمطار إلى الأمان قبل أن يسكت على وجهه منتهى العنف وقبل حتى أن يدرك الآخران ما حدث كانت قدم أدهم تضرب العمود الفقري لأحدهما ثم يدور جسده كله وهو يثب إلى أعلى لواجه الثالث الذي استضار إليه برقلة مواشرة في أنفي مباشرة وبكل ذهول وزعر الدنيا تراجع رواد الباروان كما شفوا رقنه البعيد وعينيهم متسعة وأفواههم مجدوها وأكسادهم مرتجفة بعد أن حال أركنز بينهم وبين المخرج وهو ينهض في صورة ويمسح الدم الذي يسيل من أنفي المحطم صارخا لقد كتبت شهادة وفاتك بحماقاتك يا هازا وسبأ أدهم ليهبط بأحد قدميه على ظهر الرجل الملقى أرضا ثم يرقي الآخر هم بالنهود ويعيده إلى الأرض وهو يقوم يبدو أنها السمى مشتركة في كل الأوغاية انقض عليه أركنز وهو يستل من حزامه سيفا قصيرا ويطلق صرخة وحشية قوية ولكن أدهم تفاد انقضادته في مرونة مدهشة وبساطة مذهلة وعد يلكمه في أنفه بكل قوته مكملا تتحدثون كالحكماء وأضاف لك ما كالكمبلة في أسنانه ليحطم سلاسا منها مضيفا وتقاتل كالمعاتيه دارت الدنيا أمام عين أركنز وحاول أن يتماسك وهو يبسك الدم بين شفتيه هاتفا أيها الأخرص أدهم بلاكمة صاحقة بين عينيهم بوشرة فسقط أمامه كالحجر وسقط سيفه لجواره وفيه هدوء مذهل وسط الصمت الرهيب الذي ساد المكان كله نفض أدهم كفيه ثم استدار إلى الصاقي قائلا بابتسامة عجيبة وكأنه قد انتهى على التو من وجبة شهية مع زر للفوضى يا رجل ولكنني أعتقد أن ما حدث هنا سيربحك الكثير أليس كذلك؟ لم يعلق شخص واحد على عبارته وجميعهم يحدقون في زهول خاصة وقد تمثق جزء كبير من ذلك القناع المطاطي الذي يحمي ملامح خوزي ماركوس وتدل في مشهد رهيب ومع نظراتهم انتبه أدهم إلى هذا فمتشفتيه وهز كتفيه في هدوء قائلا أظن الأمر لم يعد استحق الإخفاء ومع قوله مظق ما تبقى من القناع وألقاه جانبا ثم انحنى يحمل أركنز على كتفيه في بساطة مذهلة كما لو أنه يحمل طفلا صغيرا فانطلقت شهقات الدهشة والإنبهار وهو يغادر به البار ويلقيه داخل سيارة مكشوفة ثم يسيب إلى مقعد قيادتها وينطلق بها مبتعدا وكانت سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ بوجاتا سابقة ستقلب الأوضاع كلها رأسا على عقب حتما لماذا لم تخبرهم؟ نطقت الزعيم الغامضة العبارة عبر جهاز اتصال رقمي خاص فاستقبلها مدير المخابرات الأمريكية عبر هاتف الشخصي وانعقد حاجبه في ضيق وهو يقول كان من الحماقة أن أفعل قالت بلهجة عجيبة جمعت بين السخرية والسرامة ولكنني تحدثت إليك وسطهم ألم يحي إليك هذا بأنني أريدهم أن يعلموا؟ قال في سرامة لست أظنك بالحماقة لتدفعك لهذا أجبته في سرعة ولست أظنك تسعى للانفراد بالأمور في ظروفك هذه سمت بدأ لحظات قبل أن يقول الواقع أنني أسعى لتصحيح الأوضاع هاتفت تصحيح ماذا؟ ومع قولها انفجرت ضحيقة على نحو عاب الساخر احتقن له وجهه في شدة وهم بقول شيء ما إلا أنه آثر الصمد حتى انتهت من ضحكتها وقالت في سخرية إذن فقد توصلت لما أدركته أنا منذ زمن أنك تعمل مع إدارة فيها مغرورة تتعامل بتعالي وغطرسة بأكثر مما تتعامل بعقل وحكمة بدأ غاضبا وهو يقول لقد أفسدوا الأمور منذ البداية وتورطوا في أمور تتناسب مع إصابات شيكاغو بأكثر مما تتناسب مع إدارة محترمة قالت في هدوء هذه النقطة نتطفق عليها انتهت من قولها وصمتت فصمت وطال صمتهما بضع ثواني قبل أن يسألها في توطر أنت تريدين مستر إكس أليس كذلك؟ أجبته في السرعة أظن الجميع يريدوا خاصة وأنه يمتلك ما يهدد أمن واستقرار الإدارة الأمريكية كلها قال مدير المخابرات الأمريكية في حذر ربما كان هذا صحيحا ولكنه لا يبرر أن نستبدل استبداد بدكتورياتك الرهيبة كان يتوقع منها اعتراضا أو استنكارا إلا أنه فجأ بها تطلق ضحكة ساخرة عليك قبل أن تقول قل لي يا عزيزي هل اختلط عليك الأمر فصرت تتصور نفسك خطيبا سياسيا؟ قال في حدة ما مبرر هذه السخرية أجبته في صرام مفاجئة لأنك لم تعد تفكر كرجو المخابرات لا يهمه إلا تنفيذ مهامه بنجاح وتحقيق أكبر عائد منها قال بنفس الحدة وما العائد الذي يمكن أن نربحه من التعامل معك كل ما نذكره هو أنك سبب هذه الورطة الرهيبة التي غرقت فيها الإدارة كلها قالت في شراسة هزل أنكم حاولتم تحدي إرادتي ولو طوعتموني لجعلت منكم أقوى دولة في العالم كله قال في غضب إننا بالفعل أقوى دولة و قطعت بصيحة هادرة إلى متى؟ بطر حديثي وصمت لحظة قبل أن يسأل في عصبية ماذا تعني؟ أجبته بشراستها المخيفة أعني أنكم ستظلون أقوى دولة حتى تواجهون انتقامي وليس أمامكم خيار آخر فإما أن أمنحكم صداقاتي وتقبلون التعاون معي أو أضيقكم أقصى مما زقتموه في المرة السابقة لو أن ذاكرتكم لم تخنكم بعد أراد مدير المخابرات الأمريكية أن ينفجر غاضبا وأن يصرح بكل ما يشتعل في أعمق أعماقه إلا أن عقليات المخابراتية درست الأمر واستعادت ذكرياتها وأقرت حساباتها وتحليلاتها ودراساتها وفي حدة قال أريد سمع عرض واضح محدود أجابته في برود لقد قدمت عرضي بالفعل أدهشو كثيرا تحول فعلتها السريع ووجد نفسي يقول في عصبي ومزعا ميستر إكس إننا ما زلنا نعجز عن التواصل إليه قالت في حزم معا سنفعل ما يعجز أحدنا منفردا عن فعله سمت بداية لحظات ثم غمغم أنت على حق كان يهم بإضافة شيء ما لو لأن ارتفع رانين هاتفي الخاص فالتقطه في السرعة وألقى نظر على شاشاته ثم قال في توتر فليكن آتها الزعيم سأدرس عرضك هذا ونتحدث فيما بعد أدهشو أن قالت في سرعة فليكن ثم أنهت الاتصال بنفس السرعة إلا أنه لم يضع وقتا في محاولة استعاب الموقف وإنما ضغط ذر الاتصال قائلا في لهفة هل من جديد في بوغاتا؟ استمع في انتباه لصوت محدثه وعيناته تسعان عن آخرهما قبل أن يقول في توتر هي للقرأة الناس سيشعل بوغاتا كلها ثم سمت لحظة أخرى وأضاف في حازم كلا لا تدخلوا أبدا اتركوا الأمور تنطلق في مصاريها أظنه يعرف جيدا ما يفعله لم يدري وهو ينطق عبارته أن تلك الزعيمة الغامضة كانت تلتقط كل حرف نطق به وهذا يعني أن ساحة المعركة ستتسع وأن النيران ستشتعل على نحو لم يحدث من قبل في قلب الأحراش أحراش بوغاتا الوحوش اشتعلت نيران الجحيم كلها في وجه باولو لمس وهو يطلق صرخة هادرة ارتجت لها الأحراش شخص يتحدى رجالي يا للعار وكيف بقى ذلك الشخص على قيد الحياة بعد الذي وصفتمه أجابه أحد رجالي في توتر شهود العيان يقولون أنه قد تحرك بسرعة مدهشة بعد أن أسقط رجالنا الأربعة وحمل معه أركنز في سيارة مكشوفة لا أحد يعلم أين ذهبت أطلق الهماس صرخة هادرة أخرى واختطف مدفعه الألية الضخم وأطلق نيراني في السماء صائحة لا لا يمكن أن نسكت على هذا أبدا شعرت لوتشيا بالقلق عليه عندما احتقن وجهي بشدة على نحو لم يحدث من قبل وهو يهدف اعثروا على هذا الرجل بأي ثمن ابحثوا عن السيارة التي حمل فيها أركنز استجوبوا كل من شاهد الواقع استخدموا رجال الشرطة الذين يتقاضون من ناصروة في كل شهر أريد بأي ثمن ينبغى أن يعرف الكل أن مصير من يتحدى لماس ورجاله هو الموت هدفت لوتشيا ليس الموت فحزب ولكن لابد أن يموت بأبشع وأبطأ وسيلة ممكنة حتى يزوق عذبا بلا حدود وسرخ لماس ماذا تنتظرون انطلق رجال كلهم لتنفيذ الأمر في حين التسقت لوتشيا بزعيمها ويتقول محاولة هدئته أراهن أنه مصارع أحمق أراد أن يثبت وجودي في حاز زمجر لماس في الصورة قائلا هراء ثم أشرب مدفعي لذلك الكوخ الذي يضم الأسرة مضيفا في عصبية غاضبة لقد جاء من أجلهم إنعقد حاجباه في توتر بالغ يتطلع إلى الكوخ بدورها قبل أن تتمتم في قلق حقا دق صدره بقبضته على نحو جعله أشبع بالغوريلا وهو يقول في حدة وحنق أنا سأتي أن لدي مصادري إزداد نعقاد حاجبيها وهي تنقل بصريها بينه وبين الكوخ المحاط بحراسة مشددة وتمتم ليتني تخلصت منهم عندما وتيحت للفرصة لهذا زمجر لماس قائلا كان بإمكانك أن تفعلي عدت شفتيها ندما وهي تقول ليتني فعلت لقد تصورت لحظتها أن الإبقاء عليهم سيمنحنا سلاحا في وجه أعدائنا لا يمكنني أن أصدق أن سببتي كانت على الزناد ولكن الفكرة روضتني في اللحظة الأخيرة فبعدت فوهة المدفع عنهم وتركتها تنطلق في صقف الكوخ ثم امتلأت ملامحها بالغضب وجذبت إبرة مدفعها مصطدة في مقد ولكنه خطأ يمكن إصلاحه أمسك مدفعها في قوة قائلا بمنتهى السرام كلا أدارت عينيها إليه فتابع في خشونه إنهم سلاح قوي الآن بالفعل زمجر مرة أخرى قائلا لا ماس لا يخشى أحدا وصمت لحظة ثم أضف في حدة ولكن مصادر يتؤكد أنه ليس مجرد رجل عادي هاتفت في كل الأحوال هو رجل واحد ثم تبدأ لحظات رمكه خلالها بنظرة وحشية لم تفهم مغزاها بالضبط قبل أن يقول ما حدث في بوغاتا سابقة مخيفة لو مرت بسلام لنهارت حيبتنا في كولومبيا كلها لذلك فمن الضروري أن يتم تدمير ذلك الرجل هناك وأن يدرك الكل أن هذا قد حدث وأن المساس برجال باولو لماس يعني الموت وبلا رحمة سألته في لهفة وماذا بعد أن نصحكه ثم تلحظات أخرى ثم أدار عينيه إلى ذلك الكوخ مجيبا بكل مقت الدنيا سنصحكهم صحقا وأثلق قوله صدرها بشدة انطلقت زمجرة وحشية من حلقة أركنز وهو يستعيد وعيه في بوت ويفتح عينيه قائلة أين أنا؟ لم يسمع جوابا لسؤاله على الرغم من شعوره بوجود شخص ما على مقربة منه فأدار عينيه جايبا ووقع بصريه على وجه أدهم بدون كنع خزي فقال في عصبية وهو يقاوم الأغلال المعدنية لتقايد مع سمي خلف ظهري من أنت؟ أجبه أدهم في برود شديد عظيم أنك قد استعدت وعيك أيها الوغد فلا استأنوي إضاعة المزيد من الوقت زمجرة أركنز مرة أخرى وقاتل في شراسة للتخلص من قيوده فابتسم أدهم في سخرية قائلة محاولة فاشلة يرحقير لقد قيطتك بإحكام وبإغلال فلازية قوية في ذلك العمود الخرصاني ويمكنك أن تجهد نفسك لساعة كاملة دون أن يسفر هذا عن شيء بدأ أركنز كالوحش الشريس وهو يقول لن تنجو بفعلتك هذه أبدا سينيور لما استيعثر عليك حتى لو اختبأت في أعمق أعماق الجحيم وعند إذن ستمنى الموت ألف مرة قبل أن قاطعه أدهم في سخرية تماما كما أخبرتك من قبل ثم نهد إليه والتقط صفيحة كبيرة مستطردة كلام الحكماء في عقول الدهماء وشد قامته على النحو جعله يبدو عملاقا مهيبا وهي تطلع إلى أركنز كائلا في سرامة المهم أنا لست مستعدا لإضاءة الكثير من الوقت وأريد أجوام بشرة وسريعة لأسئلتي زفجر أركنز هاتفا في حدة لو أنك تتعشم الحصول مني على جواب واحد فأنت واهم يفتسم أدهم في السخرية قائلا هل تظن هذا حقا ثم حمل الصفيحة إلى مستوى صدره مضيفا دعنا نختبر الأمر إذن سؤال أساسي أين أجد ذلك الوغد لمائس رمكه أركنز بنظر ساخرة عصبية فهز أدم كتفيه قائلا فليكن وبحركة سريعة سكب محتويات الصفيحة كلها على رأس أركنز الذي فجأ بسائل نفاذ الرائحة يغمره في هتف أيها قاطعه أدم فيه دوء حمل لمحة ساخرة بدت مخيفة للغاية في ذلك الموقف بنزين هذا السائل اللي استسبح فيه الآن هو البنزين أيها الوغد ولو أنك لا تعرفه فهو سائل شديد القابلية للإحتراق وتكون أبخيراته مع الهواء مخلوطا شديد الانفجار كما أنه مزيب عضوي جيد أيضا ولست أظن هذا أمر مفهوم لديك ولكن ما يساهل على عقلك التافي استعابي هو أن عود ثقاب واحد يكفي تحويل جسدك في لحظة واحدة إلى قتلة من اللهم قالها وأشعل عود ثقاب بالفعل قبل أن يستطرت في برود قاسي مخيف وباختصار إما أن تجيب أسئلات دون تردد أو ألقي عود الثقاب هذا عليك وأنصرف من هنا بحثا عن من يجيبها استمع إليه أدهم في انتباه شديد وهو يحدد موقع المعسكر وفجأة التقطت أذناه صوتا آخر صوت خافت للغاية لحركة أقدام تحيد بالمنزل الصغير الذي يختبئ فيه مع أسيره وفي سراما استوقف أركنز قائلا أصمت انتبه أركنز للموقف وتقلقت عينا في ظفر واعتدل جسده وهو يهم بالصراخ مستنجدا ولكن أدهم عجله بلاك مكال كومبلة وفي أنفه موشرة سقط رأسه إسرها على صدره في نفس اللحظة التي تحرك فيها هو في سرعة وخفة ليرصد ما يحدث من حوله كان المنزل في منطقة معزولة خارج العاصمة الكولومبية والشمس تميل إلى الغروب ومع الزلاليها الممتدة لمح الأشخاص الذين يتحرقون في سرعة وخفة لمحاصرة المكان كله كانوا أكثر من عشرة رجال يحملون مدافع الآلية القوية ويتخذون مواقع جيدة للسيطرة ليس على المنزل وحده ولكن على المنطقة كلها وكجزء من فرقة عسكرية فعلية انتزع أحد الرجال المحيطين بالمنزل جهز تصلى سلكي من حزامه وهمس عبره في حزن سينيور لماس تمت محاصرة المنزل المنشوط لدينا ما يؤكد أن أركنز دخله مع ذلك الرجل ونطلب أوامرك بشأن التعامل مع الموقف مضت لحظة من الصمت ثم أتى صوت لماس وهو يزمجل في وحشية قائلا انسفه ذلك المنزل تماما لا أريد أن تبقى فيه ضرة واحدة سليمة حمل جهز الاتصال لا سلكي توطر الرجل وهو يتساءل ولكن أركنز لا زال في الداخل و قطعه اللمس بمنتهى الغضب نفذ الأوامر دون مناقشة أطلق رجل زفرة عصبية وهو يقول كما تأمر يا سينيور لمس كما تأمر وأنهى الاتصال وأشار بيده وانهالت الرصاصات على ذلك المنزل كالمطر انهالت وانهالت وانهالت وتحطمت النوافذ والجدران وسرخ أركنز ثم أخرصته الرصاصات وأخمضت صرخاته للأبد وبعدها اشتعت النيران في المنزل ودوى الانفجار انفجار أطاح بالمكان كله وارتجت له بوجاتا كلها وانتفضت رعبا بدأ أبل كورلوف زعيم المافيا الروسية الجديد شديد العصبية وهو يقول تلك الزعيمة داخل مقرها الحصين في سلوك سيبيريا أتطلبين مني العمل لحسابك؟ أشعرت الزعيمة سجارتها رفعة في هدوء وهي تقو كلا إنني أطلب منك العمل تحت قيادتي يا عزيزي كورلوف اشتعل الغضب في وجهه وهو يقول وهل بلغت بك الوقاحة هذا الحد؟ وأين؟ في روسيا؟ في منطقة نفوزي الأولى؟ افتسمت في السخرية وقالت ويتنافس دخان سجارتها في بط منطقة نفوزك؟ ما يبدو لك منطقة نفوز هو بالكاد شريحة من منطقة نفوزي يا رجل فأنت تسيطر على موسكو وبعض مدن روسية أخرى أما أنا فأسيطر على قارة بأكملها ومالت نحوه بدت صارمة مخيفة ويتضيف أقوى قارة في العالم الجديد ازدرد لعابي في توطر على رغم المحاولاتي السبات أمامها وهو يقول هل تعنين؟ ترجعت قبل أن يتم سؤاله وقالت فيه دوء حمل الرن من الزهو نعم الولادة المتحدة الأمريكية كلها اتسعت عينها عن آخرهما وهو يحضق فيها لحظة قبل أن يقول في حد هراء مجرد قول مرسل بلا أدنى دليل تقلقت في عينيها ضحكة ساخرة وهي تقول دليل؟ تسألني عن دليل؟ وهل أبدو لك كامرأة تلقي الأقوال هباء دون صند قوي؟ حار كثيرا في البحث عن جواب لسؤالها ثم لم يلبس أنقال في عصبية وهو يلوح بيده وكيف يمكن لامرأة واحدة أن تسيطر على زعيمة العالم الجديد كله؟ أطلقت دحكة عابيسة طويلة ونفست دخان سجارتها في وجهه وهي تجيب في سخرية هذا ما ينبغي أن تعمل تحت قيادتي لتتعلمه أحنقوا قولها مرة أخرى فانعقد حاجباه في غضب ولكنه تماسك في اللحظة الأخيرة ليقول عرضك يبدو لوقحا يا سيدتي هزت كتفية قائلة؟ مربما ولكنني أقدمه مرة واحدة في حزب فإما أن تقبله أو ترفضه ثم اعتدلت بحركة مباغتة مضيفة في شراسة وفورا للوحلة الأولى تفجر في كيانه غضب هادر وكادة صغف وجهها إلا أن عقله لم يلبس أن أطلق صفارة إنذار قوية جعلته يحضق فيها في صمت فتراجعت مرة أخرى مستطردة هل ستستغرق وقتا طويلا في التفكير؟ قال في عصبية لم أسمع عرضا واضحا هزت كتفيها مرة أخرى قائلة إنه عرض بسيط للغاية فبالنسبة للجميع ستظل زعيم المافيا روسيا القوي مهاب الجانب الذي يخشى لكل مجرد ذكر اسمه وستواصل فرض سيطرتك على موسكو وما حولها وسأعونك أنا على أن يمتد نفوذك إلى روسيا كلها وأن يتضاعف دخلك السنوي مرتين على الأقل أراق له حديثها كثيرا فاعتدل في مجلسي في انتباه قبل أن تضيف هي بمنتهى الصرام وكل هذا بمقابل واحد عودته عصبيته وهو يغمغم طاعة أوامريك أشارت بيدها الممسكة بسيجارتها قائلة بالضبط انعقد حاجباه في عصبية فنفست دخان سيجارتها وتابع فيما بيننا ستكون زراع اليمنى ولن تقدم على أي عمل أو تصدر أي أوامر دون موافقة مسبقة لم يرق له هذا أبدا فأشحب وجهه متمتما لم أعتدي هذا قط ابتسمت في سخرية وهي تلقي سيجارتها بعيدا قائلة حقا معلومات تشير إلى عكس هذا وإلى أنك كنت مجرد تابع صغير منذ بل سنوات وقاطعها في حدة فليكن إنني أقبل عرضك أشعلت سيجارة رفعة أخرى وهي تقول أحسنت ثم نفست الدخان في سماء الحجرة بمنتهى العمق قبل أن تضيف والآن استمع إليها جيدا فعملياتنا المشتركة الأولى ستزيح من طريقنا خصما رهيبا وستضعنا مباشرة على عرش الزعامة وصمتت لحظة قبل أن تضيف في لهجة بدت له مخيفة إلى الأبد وسرت في جسده كشعريرة باردة كشعريرة نافست جليد سيبرية وتفوقت عليه ألف مرة إنعقد حاجب لماس في غضب هادر وهو يستمع إلى محدثه عبر هاتف جوال خاص مرتبط بالأقمار الصناعية قبل أن يصرخ بصوته الغليز الخشن أي قول أحمق هذا كيف يمكن أن تنسفوا ذلك المنزل كله دون أن تصفروا بخصمكم أجبه محدثي في توطر لقد جذب انتباهنا أنه لم يتبدل معنا رصاصة واحدة يا سينيور لماس على الرغم أن ما فعلوا في ذلك البار لا يتناسب مع هذا أبدا لذا فقد قمنا بفحص حطام المنزل بعد انفجاره ولم نعصر إلا على جسد أركنز واحدة وأين ذهب رجل الآخر أجبه محدثي بسرعة كان هناك سرداب في قبو المنزل يمتد لمسافة بعيدة ولما لم نكن ندرك وجوده فقد قاطعه لمس بكل ثورته وكيف هذا ياهو الأغبياء كيف يعلم غريب بوجودي وتجهلون أنتم هذا بدأ محدثي الشديد العصبية وهو يقول من الواضح أنه ليس رجلا عاديا يا سينيور لماس فقد قضى ثلاث ساعات في مراجعة كل السجلات العقارية في المنطقة قبل أن يستأجر ذلك المنزل ولا رأيب فأنه قد استأجره عندما علم بوجود ذلك السرداب أسفله احتقن وجه لماس وهو يقول في غضب شديد وأين ذهب الآن؟ أين هو؟ سمت الرجل لحظة قبل أن يقول في تردد لقد فقدنا أثره و... صرخ لماس فقدتم أثره؟ لم يدر الرجل ماذا يقول ولكن لماس تابع بكل ثورة الدنيا أريد ذلك الرجل أريده بقي ثمن هل تفهم؟ وأنهى الاتصال في عنف فسألته لوتشيا في قلق لماذا تبدو عصبيا إلى هذا الحد؟ أنك يمتنفعل بهذا العنف عندما علمت أن فرقة أمريكية كاملة ستهاجمنا لمكها بنظر عصبية ثم هتف برجالي دون أن يجيبها استعدوا لتنفيذ خطة الطوارئ القصوى ألف أريد إحاطة كاملة للمكان بوسائل التأمين والأفخاخ وصبل الرصد وكشف الحركة دعوا رجلين في كل برج حول المعسكر وضعف الحراسة حول كوخ الأسرة غمغمت لوتشيا في عصبية؟ أما زلت أن تصير على الإبقاء عليهم؟ مرة أخرى تجاهلها تماما وهو يضيف في عصبية أريد دائرة كاملة من الألغاب حول المكان وإفقان للترتيب الذي تدربتم عليه ونظام اتصال متواصل كل خمس دقائق هتفت لوتشيا؟ لماس أنت تبالغ كثيرا استضر إليها لماس بكل غضبي وثوراتي صارخا اخرسي اتسعت عيناه في دهشة وترجعت كالمصعوقة فأمسكت فيها بأصابع قوية مؤلمة وهو يتابع في غضب أنت تجهلين من هو خصمنا بالضبط والجهل هو أول لبنة في قبر الهزيمة لذا فاصمت تماما ونفذي الأوامر كالآخرين هل تفهمين؟ حتقت في عينيه مظهورة قبل أن تقول في لهجة أشبه بالهمس أفهم يا بولو أفهم في نفس اللحظة التي نتقت فيها عبارة هذه كانت هناك طائرة صغيرة تحلق فوق أحراش كولومبيا وقائدها يكو موظيفتك بالضبط أنت مصور صحفي؟ أجبه أدام فيه دو وهو يرتد المناطق التي تحلق فوقها الطائرة ويمكنك أن تقول هذا متى الطيار شفتي قائلا؟ كنت توقع هذا فأمثالكم فقط من يجازفون بتفقد أحراشنا سأله أدام بنفس الهدوء أهي خطيرة لهذا الحد؟ أجبه الطيار إنها تحوي عشرة الوحوش المفترسة وأنهارها تامج بتماسيح القاي من القاتلة وسمت لحظة ثم أضاف وهذا ليس أخطر ما فيها التقت أدام حقيبة صغيرة وهو يقول بلهجة أميرة دور حول هذه المنطقة مرة أخرى قطعه الطيار بحركة آلية وهو يقول لست أدري ما الذي يعجبك فيها إنها منطقة كثيفة الأشجار ولن تسمح لك برؤية ما تحتها لو أردت التقاط صور أفضل فدعنا نذهب إلى منطقة الشلالات وقاطعه أدام بمنتهى الصرامة كلا التفت الرجل إليه ورآه يثبت تلك الحقيبة خلف ظهره فتمتم في شيء من التوتر أهذه ألا التصوير؟ أجبه أدهم بنفس الصرامة؟ كلا ليست كذلك ثم فتحه بالطائرة فجأة مضيفا إنها مظلة هتفى الطيار بكل دهشته؟ ماذا؟ وقبل حتى أن يكتمي الهتافة كان أدهم قد وثب وشهق الطيار شهق وهو يهتف مزعورا رباه ما الزتف عليه المجنون؟ ولكن السؤال لم يكن له ما يبرره فقد كان جسد أدهم يسبح في الهواء بالفعل وهو يهبط هناك في قلب الأحراش كانت الشمس قد غربت بالفعل ونعدمت الرؤية تقريبا في تلك المنطقة البدائية التي تفوح برائحة الماضي عندما جذب حبل المظلة وبدأ محرات الهبوط الهادئ المنتظم وبواسطة التحكم في أحبال المظلة بدأ في توجيه نفسه لحيث أراء وعلى الرغم من الظلام الشديد كان أحد رجال لماس يجلس فوق غصن شجرة قوي وهو يضع على عينيه منظارا مقربا يعمل بالأشعة دون الحمراء وعبر ذلك المنظار القوي تابع هبوط أدهم والتقد جهاز الاتصال اللاسلكي المحدود من حزامه قائلا سينيور لماس لقد كنت على حق المصري وصل ونقل جهاز الاتصال زمجرة امبراطور المخدرات الكولومبي تلك الزمجرة التي جعلته أشبه بوحش وحش مفترس رهيب الحصار بكل توتر الدنيا رحم مستر إكس يراجع التقارير التي وردت إليه عبر شبكة عملائه من كل أرجاء المعمورة راجع كل صفحة كل سطر كل كلمة بل كل حرف ولكنه لم يجد معلومة واحدة يمكن أن تقود إليها إلى الزعيمة الغامضة كان واثقا من أنها تفعل الأمر ذاتي في تلك اللحظة تراجع تقاريرها حتى تتوصل إليه وتتخلص منه إلى الأبد كان سباقا وحشيا بين منظمتين نقويتين ترهب كل منهما في أن تتزعم عالم الجاسوسية السفلي وتفرد سيطرته وهيمنتها عليه والرابح في هذا السباق سيربح إلى الأبد وسيزيح خصمه إلى الأبد أيضا ليس من السباق فحز ولكن من الدنيا كلها ولأنهم محترفان فكل منهما يدرك أن السبيل للظفر بالآخر هو المعلومات أية معلومات ومنذ عدة ساعات يجاهد بلا نوم للظفر بطرف خيط فقط طرف خيط وعندما أرهقه التعب وأعيته الحيلة هب من مقعاده وغمغم في غضب شديد تية ففي تلك الصينية بدله أن الأمل الوحيد في بلوغ طرف الخيط المنشود يكمن فيها في تلك الصينية الحسنية التي سعت إليه بأوامر من الزعيم نفسها وحدها لديها معلومات عنها ووحدها يمكن أن تقود إليها سيطرت عليه الفكرة بشدة فعاد ألام قعاده وضغط أزرار جهاز الاتصال وما أن ظهر وجه الطبيب المعالج على الشاشة حتى سأله بكل الصرام ألم تستعد عيها بعد؟ زفر الطبيب في توطر شديد وهو يقول ليس قبل صباح الغد يا ميسر إكس سأله في غضب ألا توجد وسائل صناعية لإقاذها قبل ذلك الموعد؟ وقبل أن يجيب الطبيب أضافه في غلزة كل دقيقة لها ثمانيها زفر الطبيب مرة أخرى وقال سنحاول اللجوء لبعض الأساليب الصناعية يا ميسر إكس قال ميسر إكس في الصرامة أتعاش من يتم هزافيه سرعة قالها وأنهى الاتصال و وفجأة أضيق مصباح أحمر صغير في ركن شاشة الاتصالات وانطفد جسد ميسر إكس في عنف فذلك المصباح كان يعني وجود خطر خطر داهم هناك من تعقب الاتصال وكشفه ويسعد رصد موقعي وفي زعر وبقفزة سريعة ضغط ميسر إكس زر إيقاف الإشارات قبل أن يتراجع إلى مقعاده ويلهس في انفعال هاتفا إنها هي كانت كل ضرر في جسدي ترتجف انفعالا ويضغط أزرار أجهزته التكنولوجية بسرعة ويتابع النتائج على شاشة أخرى صغيرة محاولة التعقب هذه جاءت من الشرق من روسيا وهذا يعني أنهو هناك في قلب الجديد الروسي ومع لهفاته انطلقت أصابيع تعمل بسرعة أكبر وأكبر وأكبر وفي كل مرة كانت الدائرة تضيق وتضيق وأخيرا وبعد الساعة كاملة تألقت عيناه وحدد نقطة بعينها نقطة في قلب سيبريا وعند إزفقت ترجع في مقعاده ورح قلبه يخفق في عنف لقد ظفر بها حددت أجهزته الجديدة التي أنفق عليها ثروة طائلة موقعها بمنتهى الدقة وهذا يعني أنه قد ربح الصباء وفاز باللعبة ودون أن يضيع لحظة واحدة أسرع يلتقط جهاز اتصال لسلك عادي ويهتف عبره في صرامة أريد إعداد حملة عسكرية مباشرة نعم كل الأسلحة المتاحة الهدف وسمط لحظة ثم أجاب بكل انفعال الدنيا سيبريا وأنهى الاتصال فورا اعتدلها مدير المخابرات المصرية في اهتمام بالر وهو يراجع التقرير الذي سلمه إياه معاونه قبل أن يتساءل إذن فقد حددتم موقع نون واحد أجابه معاونه هو حدد موقعه يا سيدي بكل ما أثاره من التراب في العاصمة الكولومبية ممتل مدير شفتيه لحظة وتراجع في مقاعده قائلة نون واحد ضابط مخابرات محترف يدري جيدا أن السرية هي الدعامة الأولى لعملنا ومدام قد أشعل النيران على هذا النحو فهو يقصد هذا حتما تساءل معاون في اهتمام ولماذا؟ هزر مدير رأسيه مجيبا إنها ليست عملية رسمية بل هي عملياتي هو لذا فلا أحد يمكن أن يعرف ما الذي يدور في عقله وفقه المعاون بإماءة من رأسيه قبل أن يغمغم الموجهة هذه المرة خطيرة وعنفة يا سيدي ابتسم المدير قائلا هو لها قال المعاون الواقع أنني كنت أتمنى لو أنه بستطاعاتنا أن أمد له يد المعاونة قال المدير في حزم لو احتاجها لطلبها تساءل معاون في شيء من الحذر أتظنه يحتاجها يا سيدي؟ صمت المدير بعد الوقت وتراجع في مقعدي في بطل وهو يفكر في عمق قبل أن يجيب في حزم كلا قالها لأنه يعرف رجله جيدا ويعرف لماذا استحق عن قدار ذلك اللقب الذي يميزه بين رجال المخابرات أجمعين لقب رجل المستحيل لم يكن الهبوط وسط أحراش كولومبيا سهلا أو بسيطة لقد ارتطم جسد أدهم بالأغصان الجافة والأوراق العريضة قبل أن تتعلق مظلاته بكمة شجر عالية وبحركة احترافية سريعة قطع حبل المظلة وترك جسديه يهوي وسط الأحراش كان كل ما يحمله مسدسا صغيرا بخزانة تحوي 12 رصاصة فأسرع ينزع بثيابه الخارجية ليبدو أسفلها زي يطابق زي قوات الصعاقة المصرية وفي خفة استلى مسدسه وبدأ يتحركه كان يحمل بصلة مضيئة صغيرة يسترشد بها لتحديد اتجاهاته وسط الأحراش وبواسطة مصباح أغدر صغير راح يشك طريقه نحو معسكر بولو لمس كان يعلم أن المواجهة لن تكون سهلة أبدا بل ستكون عنيفة رهيبة شارسة وحشية ولكنه لم يتراجع لم يكن من الممكن أن يتراجع فهناك في معسكر لمس تحيط الأصوار برفاقه مونة وقدري وشريف ورهاب وهو مستعد لمحاربة الدنيا كلها من أجلهم وبالذات من أجل مونة كان يشك طريقه وذهني يستعد ذكرياته معها ذكريات عملهما وزمالاتهما وصدقتهما وحبهما وارتجف قلبه ارتجف ارتجافة لم يشعر بمثلها منذ فترة طويلة طويلة للغاية وتمنى لحظتها لو يراها لو يتطلع إلى عينيها وينعم بقربها ويتنسى معترها و سوت غص نجاف صغير يتكسر جعله يتصمر في مكانه دفع واحدة هناك شخص ما يتتبعه شخص رصده بوتي وكشف أمره وفي حركة متحفزة رفع مسدسه و واشتعر القتال دفع واحدة فدون سابق انذار انقض عليه أكثر من عشرة رجال من وسط الأحراش الوحشية انقضوا عليه من كل صوب وعلى الرغم من عامل المفاجئة تحرك أدهم بسرعة مدهشة لكما أول المنقضين عليه ثم حطم أنفى ثاني وفك الثالث وزراع الرابع وانغرس ذلك السهم الصغير في عنقه قل ناس مجهول بمنذار للأشعة دون الحمراء باغته بسهم مخدر صغير وعلى الرغم من أن أدهم قد انتزع السهم وانتهى السرعة إلا أن المادة المخدرة كانت قد انطلقت في دمائه بالفعل وصرت في عروقه وأوردته وكيان كله وبكل إرادته استدار أدهم لواجه خصما خامسا ودار رأسه في عنف مع استدارته واختل توازنه وتساقلت عينه وتلقى لكمة في فكه وثانية في معدته وثالثة في مؤخرة عنقه وتضافرت الضربات مع المادة المخدرة القوية وسقط الرجل سقط أدهم صبري في قبضة أعدائه أشرس أعدائه جهاز الاتصال نقل إلينا أصوات قتال عنيف في أحراش كولومبيا نتقى وزير الدفاع الأمريكي الكلمات في توطر بالغ فانعقد حاجب الرئيس وتسألت مستشارة الأمن القومي بعصبيتها المعهودة وما الذي يعني هذا؟ أشار وزير الدفاع بيده قائلا التقارير التي تم تسجيلها لمحادثات لمس أوصات خبرائنا النتيجة واحدة ثم مالأ الأمام مضيفا بلهجة تحيب خطورة الأمر أدهم صبري هناك اتسعت عين مستشارة الأمن القومي بشدة في حين انتفض الرئيس الأمريكي واعتدل على مقعد هاتفا مستحيل فقد وصلنا تقرير رسمي يفيد مصرعه هزى وزير الدفاع رأسي في قوة قائلا خطأ يساعد الرئيس زل في التقرير كان خطأ فادح فالأحداث في العراق كانت تؤكد أنه هناك منذ فترة طويل تسأل الرئيس في عصبية أية أحداث؟ انعقد حاجب مستشارة الأمن القومي وهي تقول في توطر إنها بعض الأمور العسكرية لم نجد من الضروري أن نشغلك بأمرها هاتف الرئيس في غضب؟ تشغلونني بأمرها؟ أي قول سخيف هذا؟ إن أنا الرئيس ومن مفترض أن أعرف كل شيء تبادل الوزير ومستشارة الأمن القومي نظرة باردة قبل أن تقول الأخيرة في صخت؟ بالتأكيد وهنحن ذا نخبرك بما حدث هاتف؟ هذا لا يكفي لن أستعين بك كوزيرة للخارجية علنا وكمستشارة للأمن القومي سرا وأطلعك على كل أسراري وأطلعك على كل أسرار أقوى دولة في العالم فكيف لا تطلعني أنت على ما يحدث؟ صاحت به فجأة لأننا لا نعرف حتى ماذا يحدث تراجع في مقعدي مع صيحتها وحدق فيها لحظة ثم غمغم في خفوت كتلمي الصغير أرعبته معلمته ومات سنعرف؟ كتم الوزير ابتساماته وهو يجيبه في سرعة عندما نتوصل إلى هذا ثم أضفت المستشارة وهناك الكثير مما يسير حيرتنا وتوترنا صبت الرئيس بدأ لحظات أخرى ثم تساء وماذا لو أنه أدهم صبري بالفعل؟ جاء سؤاله مفاجئا لهم معا فتبادل نظرة متوترة وتفجر السؤال في رأسيهما مرة أخرى نعم ماذا لو أنه أدهم صبري بالفعل؟ أي فارق يمكن أن يصنعه هذا؟ أي تغيير؟ هذا يمنحنا فرصة للتخلص من الجميع بدربة واحدة نتقت مستشارة الأمن القوم العبارة في سرامة مفاجئة جعلت الرئيس ووزير دفاعه تطلعان إليها في توتر قبل أن يتساءل الأخير في حظر شديد ماذا تعني؟ أجبته بنفس السرامة؟ الأمر لا يحتاج لتفسير طويل أنه يبدو لي أوضح مما ينبغي فلو أنه أدهم صبري هناك فسيعني هذا أن البيض كله قد اجتمع في سلة واحدة وعبر جهاز الاتصال والتوجيه يمكن أن نمتر معسكر باول اللماز بالسواريخ وننسفه نسفا مع رجل المخابرات المصري ورفاقه الأسرة تساءل الرئيس في عصبية؟ وبما يمكن أن يفيدنا هذا إنه على العكس سيوارتنا مع مستر إكس الذي يطالبنا اقتغال الوقت بالمصريين الأربع أجبته في حزم؟ كل ما يعني هذا هو ضرورة أن نصنع خطتنا من مرحلتين الأولى هي أن نبلغ مستر إكس بأن أدهم صبري هناك في أحراش كولومبيا تساءل وزير هذه المرة وبعدها بدت أشبه بآلهة الشر وهي تجيب بدت أشبه بإلهة الشر وهي تجيب وبعدها ننتقل للمرحلة الثانية حيث ننسف المعسكر بكل ما فيه وكل من فيه وننسف كل هذا لأدهم صبري بدت الدهشة على رئيس والوزير وتبدل نظرة صامتة قبل أن يقام من الأول يلا العبقرية تساءل وزير في اهتمام يعني هذا موافقتك على الخطة يا سيدة الرئيس أجبه الرئيس في السرعة بالطبع يا رجل ثم التفت إلى مستشارته الأمنية مضيفا بكل الحز هيا اجري اتصالك بيستر إكس على الفور وأبلغيه بالجزء الأول من الخطة وعاد إلى وزير الدفاع مستطردا وأنت اصدر أوامرك بإطلاق الصواريخ ما لا وزير الدفاع برأسيه قائلا بكل تأكيد ثم أضف في خبس بعد أن توقع أوامرك بها زي سيدة الرئيس ونعقد حاجب الرئيس الأمريكي بمنتهى الشدة كان الفجر يقبل بلمساته الأولى وفقا لتوقيت طلق المنطقة من أحراش كولومبيا عندما بدأ أدهم يستعيد وعي في بوت كان كل ما يحيد به صامتا هادئا متموجا أصوات أمواك صغيرة كانت تضرب شاطئا قريبا وزقزقة عصافير وحفيف أوراق شجر وهمسات طبيعية برية وفي بوت فتح أدهم عينيه وارتطم بصريه بمشهد عنيف مشهد لا يتشابه أو يتوافق قط مع الهدوء المحيط به مشهد بول المس كالسا على مقعد أشبه بالعرش ويحمل مدفعا أليا ضخما بيمنى في حين يضم إليه عشيقاته لوتشيا بيسراء ومن خلفه يقف رجالي دخام عمالكة قصاه ولاز وحوش ومع مرآهم حاول أدهم أن يتحرك ولكنه كان مقادم بإحكام أحبال قوية كانت تقيد مع صميه وساقيه أحبال من مادة مطاطية أو بلاستيكية مادة لتتشابه أيضا مع الطبيعة المحيطة وفي زهو شامت وبصوته الغلز الخشن قال لماس يبدو أن سمعتك لا تتناسب كثيرا مع واقعك أيها المصري المغرور سأله أدهم في سرامة أين رفاقي تحفز رجال لمس مع العبارة في حنبدا هذا الأخير شامتا وهو يقول يا لك من متحظلك أيها المصري تتحدث في قوك أنك أنت من يساطر على الموقف تجاهل أدهم برد تماما وهو يسأله أم زالوا على قهد الحياة؟ مرة أخرى تحفز الرجال وهدفت لوتشيا يالا ورقاحاتك أما لماس فقد أطلق دحكة ساخرة مجلجلة وهز رأسيه قائلا في صوت غليز تماما كما وصفه جريء ومكابر ثم أشار بيدي ليصار أدهم قائلا كن لي يا رجل هل تعرف ما هذا بالضبط؟ ألقى أدهم نظر على تلك المنطقة المتسعة من النهر دون أن يجيب السؤال فتابع لماس في شماتة إنها بحيرة الخاصة البحيرة التي تضم تماسيحي وهي تماسيح قوية جميلة لا تهاجمنا أبدا ثم مال نحو أدهم مضيفا وعينات تألقان في وحشي هذا لأننا نطعمها أكثر مما ينبغي واعتدل لليطلق ضحكة علي أخرى فابتسمت لوتشيا في جزل وهي تقول واليوم أعددنا لها وجبة خاصة قال لماس نحوه مرة أخرى مكملا أنت يا سنيور أدهم ومع ضحقاته العالية انقدر رجالي على أدهم وحملوه في قصوة ثم ألقو به في قلب النهر جرافياري ووسط تماسيح الجائعة مباشرة انتهى الجزء الثالث بحمد الله ويليه الجزء الرابع والأخير بإذن الله الحرب أتمنى يكون تقديم العدد النهاردة عجبكم والأصدقائي اللي امتابعين الحلقات لو عجبتكم الحلقة ياريت ندس لايك ونترك تعليق يليق بحضراتكم وإذا كنتم جدد على القناة أتمنى نشترك ونفعل زر الجرس ليصلكم كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته